بالصودة كترة مبدئيا كده احنا خدنا ان جسم الانسان عبارة عن مجموعة من الاجهزة والاجهزة دي عبارة عن مجموعة من الاعضاء والاعضاء عبارة عن انسجة والانسجة بتتكون من خلايا يعني دلوقتي اللي عايزين توصلنه هو ان جسم الانسان عبارة عن عدد كبير من الخلايا وكذلك اي كائن حي من شرط الانسان بس الخلايا دي كلها بتنقسم الانوعين من الخلايا خلايا جسدية وخلايا جنسية والخلايا الجنسية دي برضو بنقول عليها اسم الأمشاج أو الجامتات أو جامتس والخلايا الجنسية زي الحيوانات المنوية اللي بتكون في الزكور سواء كان الإنسان أو الحيوان أو حبوب اللقاح اللي بتتكون في عضو التسكير في النباتات ودي بنقول عليها أمشاج مذكرة لأنها خلايا جنسية اتكونت داخل الزكور والأمشاج المؤنسة عبارة عن خلايا جنسية اتكونت في الإناس زي مثلا البيضات سواء كان يناس الحيوان أو الإنسان أو النبات وبالتالي كده الخلايا الجنسية أو الأمشاج بتختلف باختلاف الجنس اللي تكونت فيه إنما الخلايا الجسدية دي مثلا زي خلايا الجلد أو العين أو خلايا المعدة أو خلايا الدم البيضة وما لقي بقى موضوع الكرموسومات ده بص أي خلية بتحتوي على نواة النواة دي بيكون بواها الحمض النووي اللي هو الDNA وإحنا خدنا قبل كده إن الDNA عبارة عن تتبعات أو وحدات بنائية اسمها النيوكليوتيدات ووظيفة الDNA هو إنه بينقل أو بيحمل الجينات المسؤولة عن إظهار الصفات الورصية زي مثلا لون العيون، أخضر ولا عسلي أو مثلا الطول أو القصر، الطخن أو الرفع كل دي صفات ورصية بتنتقل من الأباء إلى الأبناء عن طريق الDNA اللي بيحمل الجينات المسؤولة عن إظهار الصفات دي يعني كده الجين ده عبارة عن تتبعات من النيوكليوتيدات موجودة على جزء الDNA التتابعات دي بتحمل شفرة لصفة معينة مسؤولة عن ظهورها في الشخص ده يعني لو مثلا مناخيرك عاملة زي القرة كده وعنيك خضرة فدي صفات ورصية، المسؤولة عن ظهورها هو الجين موجود على جزء الDNA اللي هو عبارة عن تتابعات من النيوكليوتيدات جزء الDNA ده بيكون موجود داخل نواة الخلية والDNA بيكون مرتبط مع نوع معين كده من البروتينات وبيكونوا مع بعض حاجة اسمها الكروموسومات وبالتالي الكروموسومات بتكون موجودة داخل نواة كل خلية من خلايا الكائن الحي والخلايا في أي كائن حي قلنا إنها بتنقسم إلى خلايا جسدية وخلايا جنسية اللي هي الأمشاك الخلايا الجسدية دي بتحتوي على مجموعتين من الكروموسومات في صورة أزواج متمثلة مجموعة بنورسها من الأب ومجموعة بنورسها من الأوع وبالتالي الخلايا الجسدية بنقول عليها خلايا سنائية المجموعة الصبغية أو بتحتوي على عدد زوجي من الصبغيات الصبغيات اللي هي الكروموسومات فبنرمز للرمز سنائي الصبغيات بالرمز 2 نون ومثال على كده لو جينا نشوف أي خلية من الخلايا الجسدية في جسم الإنسان زي مثلا خلايا الجلد أو العضلات أو غيرها من الخلايا الجسدية هنلاحظ أن نواة الخلايا دي بيكون فيها 46 كروموسوم مترتبة في صورة أزواج يعني 23 زوج من الكروموسومات على عكس الخلايا الجنسية اللي بتحتوي على مجموعة واحدة من الكروموسومات في صورة مفردة يعني نص عدد الكروموسومات الموجود في الخلايا الجسدية يعني كده الخلايا الجنسية أحدية المجموعة الصبغية يعني فيها عدد فردي من الصبغيات وبالتالي بنرمز لعدد الصبغيات بالرمز نون بس يعني فيها واحد نون بس ومثال على كده لو جينا مثلا نشوف خلايا جنسية زي الأمشاج المذكرة في الإنسان اللي هو الحيوان المنوي يعني هنلاحظ أن نواة المشيج المذكر في الإنسان بيكون فيها 23 كروموسوم بس بشكل فردي طيب دلوقتي الخلايا الجسدية بيتم ينتاجها ازاي؟ اللي هو ازاي بيتم تكوين الخلايا الجسدية وكذلك برضو ازاي بيتم تكوين الخلايا الجنسية؟ الخلايا الجسدية بتتكون من خلايا جسدية برضو عن طريق انقصام اسمه الانقصام الميتوزي وأن يعرفه دلوقتي إنما بقى الخلايا الجنسية أو الأمشاج بتتكون من خلايا المناسل وهي خلايا جسدية برضو والمناسل دي اللي هي الأعضاء المذكرة أو المؤنسة وبيتم تكوين الخلايا الجنسية عن طريق انقصام اسمه الانقصام الميوزي تعالى الأول نعرف يعنيه انقصام ميتوزي ويعنيه انقصام ميوزي الانقصام الميتوزي بيمتج عنه خلايا متمثلة في كل حاجة يعني لو عندنا خلية فيها اتنين نون يعني عدد زوجي من الصبغيات الخلية دي بتنقسم وتدينا خليتين كل واحدة فيها اتنين نون برضو هتقول لي ازاي خلية فيها اتنين نون بتنقسم وتدينا اتنين نون هقول لك ان الانقصام الميتوزي بيمر بعدة خطوات اسمها الاطوار بتبدأ من الطور التمهيدي واللي فيه الخلية بتبدأ انها تمهد للانقصام وكل حاجة في الخلية بتتضاعف علشان لما الخلية تنقسم يطلع لنا خليتين شبه الخلية الام بالزبط بعد كده المرحلة التانية او الطور التاني وهو الطور الاستواي واللي فيه الكروموسومات بتقف في صف واحد عند خط استواي نواة الخلية واللي بالمناسبة الكروموسومات بتكون في اوضح صورة لها عند فحصها تحت الميكروسكوب الضوئي اثناء الطور الاستواي بعد كده الطور الانفصالي واللي فيه مكونات الخلية بتبدأ انها تنفصل عن بعضها وفي النهاية خالص بيكون فيه الطور النهاي واللي بيتكون فيه خليتين كل خلية بتشبه الام تماما يبقى دلوقتي لما اقول لك ليه الخلايا الجسدية بيكون فيها عدد زوجي من الكروموسومات او اتنين نون هتقول لي لان الخلايا الجسدية بتكون ناتجة من الانقصام الميتوزي ومن الامثلة على الانقصام الميتوزي لو حصل لك جرح مثلا في اي مكان في جسمك الجرح ده بيسبب موت وتلف الخلايا وبالتالي الخلايا الحية في منطقة الجرح بتبدأ ان هي تنمو وتنقسم علشان تعاوض التلف ده وارض من الامثلة على الانقصام الميتوزي هو نمو اجسام الاطفال لحد ما يبقى حاجة كده بسم الله ما شاء الله وكمان من امثلة الانقصام الميتوزي هو نمو الشعر والضوافر بعد ما يتم قصهم انما الانقصام الميوزي بينتج عنه خلايا بتحتوي على نص عدد الكروموسومات او السبغيات يعني بيكون فيها واحد نون بس والانقصام الميوزي بيتم على مرحلتين انقصام الميوزي اول وانقصام الميوزي تاني الانقصام الميوزي الاول بيحصل فيه اختزال لعدد الصبغيات يعني عدد الصبغيات بيقل للنص يعني الخلية اللي بتنقسم بيكون فيها اتنين نون فبتنقسم انقصام الميوزي اول واتطلع لنا خليتين كل واحدة فيهم بتحتوي على واحد نون بس بعد كده كل خلية ناتجة من انقصام ميوزي أول بتدخل انقصام ميوزي تاني والانقصام الميوزي التاني مش بيكون اختزالي يعني مش بين أصفي عدد الصبغيات فيبقى الخليتين الناتجتين من الانقصام الميوزي الأول واللي كل واحدة فيهم بتحتوي على واحد نون بتدخل انقصام ميوزي تاني وتكون لنا أربع خلايا كل واحدة بيكون فيها واحد نون يعني عدد فردي من الصبغيات يبقى دلوقتي لما أقول لك ليه الخلايا الجنسية اللي هي العمشاك بيكون فيها عدد فردي من الصبغيات هتقول لي لأنها ناتجة من الانقصام الميوزي والانقصام الميوزي بيحصل لخلايا المناسل اللي هي الأعضاء الجنسية سواء كان في الزكر أو الأنسة زي مثلا المبيض أو الخصطين وخلايا المناسل هي خلايا جسدية عادي خالص بيكون فيها عدد زوجي من الصبغيات يعني اتنين نون بتنقسم خلايا المناسل انقصام ميوزي فتكون لنا الأمشاك زي مثلا البويضة في الأنسة أو الحيوان المنوي في الزكر واللي فيها عدد فردي من الصبغيات يعني واحد نون بس فبيتحدوا الاثنين مع بعض أثناء الإخصاد ويكونوا الزيكوت اللي هو الجنين واللي بكده بيحتوي على اتنين نون نون من الأب ونون من الأم نيجي بعد كده لحاجة اسمها الترز الكروموسومي الخلايا الجسدية في الإنسان بيكون فيها عدد زوجي من الكروموسومات يعني اتنين نون يعني الستة واربعين كروموسومة الستة واربعين كروموسوم دول بيكونوا مترتبين في شكل أزواج يعني كده معانا تلاتة وعشرين زوج من الكروموسومات بيتم ترتيب الكروموسومات دي في أزواج متمثلة بشكل تنازلي من الكبير للصغير الكبير رقم واحد وآخر واحد بيكون رقم تلاتة وعشرين زوج الكروموسومات من واحد لحد اتنين وعشرين بيكون اسمها الكروموسومات الجسدية إنما زوج الكروموسومات رقم 23 اسموهم الكروموسومات الجنسية لأنها بتحمل المعلومات الورصية الخاصة بتحديد الجنس يعني زوج الكروموسومات رقم 23 هو ده اللي بيعرفنا سواء كان الشخص ده زكر ولا أنسى لأن زوج الكروموسوم رقم 23 في الزكر بيبقى عبارة عن كروموسوم X وكروموسوم Y فبنعرف إن كده زكر وهقولك إزاي دلوقتي إنما في الأنسى زوج الكروموسوم رقم 23 بيبقى عبارة عن كروموسوم X وكمان كروموسوم X يعني متماثل طيب دلوقتي أزواج الكروموسومات من 1 لحد 22 دي اسمها الكروموسومات الجسدية وما فيش عليها اختلاف تماما إيه بقى موضوع X والY ده؟ إحنا قلنا إن الخلايا الجنسية بيكون فيها عدد فردي من الصبغيات أو الكروموسومات يعني 1 نون بس وبالتالي بيكون فيها 23 كروموسوم بس يعني البويضة بتاعة الأنسى اللي تكونت في المبيض بيكون فيها 23 كروموسوم 22 كروموسوم اسمهم كروموسومات جسدية والكروموسوم رقم 23 اسمه كروموسوم جنسي وطوامة ده كروموسوم جنسي في البويضة يعني مشيق معنس يبقى الكروموسوم ده اسمه X والحيوان المنوي اللي تكون في الخصية بيحتوي على 23 كروموسوم بس 22 كروموسوم اسمهم الكروموسومات الجسدية والكروموسوم رقم 23 اسمه الكروموسوم الجنسي الكروموسوم الجنسي في المشيق المذكر ممكن يكون X وممكن يكون Y لو بقى X هيتحد مع الكروموسوم X اللي بيكون موجود في البويضة أثناء الإخصاب ويكون الجنين ويبقى كده 2X وفي الحالة دي يبقى نوع الجنين أنسى إنما لو بقى Y بيتحد مع X اللي بيكون موجود في البويضة أثناء الإخصاب ويكون لنا X و Y وفي الحالة دي يبقى الجنين زكر يبقى دلوقتي لما أقولك مين المحدد للنوع الحيوان المنوي ولا البويضة طبيعي تقولي الحيوان المنوي لأنه ممكن يحتوي على كرموسوم X وممكن يحتوي على كرموسوم Y إنما البويضة سابتة الكرموسوم اللي فيها دايماً بيكون X يبقى كده الكرموسوم اللي بيميز الزكر عن الأنثى هو الكرموسوم Y واللي بيميز الكرموسوم Y عن الكرموسوم X هو إنه بيكون أصغر منه في الحجم وكمان الكرموسوم Y بيكون أسرح في الحركة عن الكرموسوم X نرجع كده تاني للترز الكرموسومي ونعمل جدول كده محترم ينظم لنا دنيتنا خالص أول حاجة الترز الكرموسومي للخلية الجسدية والخلية الجسدية دي في الزكر ولا في الأنثى لو خلية جسدية في الزكر بتحتوي على 23 زوج من الكرموسومات من الزوج رقم 1 لحد الزوج رقم 22 اسمهم الكرموسومات الجسدية إنما زوج الكرموسوم رقم 23 بيكون هو المحدد للجنس وطالما زكر يبقى كده X و Y ولو خلية جسدية في الأنثى يبقى بتحتوي على 23 زوج من الكرموسومات من زوج الكرموسومات رقم 1 لحد رقم 22 كرموسومات جسدية عادي خالص إنما زوج الكرموسوم رقم 23 بيبقى المحدد للجنس وطالما دي أنثى يعني كده X و X يعني كده الخلايا الجسدية في الزكر بتحتوي على 44 كرموسوم زيد X و Y والخلايا الجسدية في الأنثى بتحتوي على 44 زيد X و X بعد كده الترز الكرموسومي للخلايا الجنسية أو الأمشاج لو المشيج مذكر يبقى بيحتوي على 22 كرموسوم زيد كرموسوم X أو Y إنما لو المشيج مؤنس يبقى بيحتوي على 22 كرموسوم زيد كرموسوم X بس تعال بقى دلوقتي يقولك على شوية ملحوظات بسيطة أول حاجة الكرموسومات الجنسية دي مش بتخضع لترتيب الكرموسومات من حيث الحجم يعني إحنا عندنا 22 زوج من الكرموسومات رتبناهم ترتيبا تنزليا حسب حجمهم من 1 إلى 22 وفي الآخر حطينا الكرموسوم رقم 23 اللي هو الجنسي وقلنا عليه رقم 23 إنما هو فعليا من حيث الحجم أصغر من السابع وأكبر من الثامن يعني المفروض يبقى رقم 8 لكن علشان ما يبقاش لوحده وسط الكرموسومات الجسدية بقى محطوط في الآخر في جنب كده الوحده خالص وقلنا عليه زوج الكرموسومات الجنسية رقم 23 ومن حيث أعداد الكرموسومات عدد الكرموسومات بيختلف في الكائنات الحية من نوع للتاني ولكنه بيكون ثابت لأفراد النوع الواحد وثابات أعداد الكرموسومات لأفراد النوع الواحد سواء كان في الزكر أو الأنسة العلماء استخدموا المبدأ ده على إنه هو الدليل إن الكرموسومات هي اللي بتحمل المعلومات الورصية اللي بتحدد صفات الكائن الحي ومن الأمثلة اللي بتوضح لنا عدد الكرموسومات أو الصبغيات في الخلايا الجسدية لبعض الكائنات الحية عندنا مثلا الكلب عدد الصبغيات فيه بيكون 78 يعني 39 زوج من الكرموسومات والغوريلا مثلا بيكون فيها 48 كرموسوم يعني 24 زوج من الكرموسومات والقطة بتحتوي على 38 كرموسوم يعني 19 زوج والدجاجة بيكون فيها 32 يعني 16 زوج والضفطع 26 يعني 13 زوج والدروسوفيلا بيكون فيها 8 يعني 4 أزواج وبالنسبة للنبات عندنا البطاطر تحتوي على 48 يعني 24 زوج من الكرموسومات والتبغ بيحتوي على 48 برضو يعني 24 زوج من الكرموسومات والأمع بيحتوي على 42 يعني 21 زوج من الكرموسومات والبصل بيكون فيه 16 يعني 8 أزواج من الكرموسومات والبسلة بيكون فيه 14 يعني 7 أزواج من الكرموسومات اشتركوا في القناة في عدد كبير من الجينات المسؤولة عن إظهار الصفات الورصية في الأبناء واللي ورسوها من أباهم الصفات الورصية دي زي صفة الطول أو الأسر صفة الشعر الناعم أو الشعر المجاعد صفة العيون الخضرة أو العيون السودة الصفات دي علشان تظهر في الأبناء بيتحكم فيها زوج من الجينات يعني اتنين من الجينات الجينات دي بقى بيكون في منها جينات سائدة وبيكون في منها جينات متنحية يعني ايه الكلام ده الجين السايد مش معناه انه جين بيسود في الكائنات الحية لا خالص الجين السايد معناه انه بيسود على الجين المتنحي وبالتالي هو اللي بيظهر على سبيل المثال لو عندنا صفة الطول وعكسها صفة الأسر صفة الطول اللي بتحكم فيها جين سايد وصفة الأسر اللي بتحكم فيها جين متنحي فمثلا لو فيه أب طويل وهم سيارة الأب بيدي للطفل جين الطول اللي هو سائد والأم بتدي للطفل جين الأسر واللي هو متنحي فجين الطول سائد وجين الأسر متنحي وبالتالي جين الطول هيسود على جين الأسر والطفل هيكون شخص طويل لحد كده تمام صفة الطول عكس صفة الأسر وكل زوج من الصفات المتقبلة أو المتبادلة بنقول عليها الصفات القليلومورفية يعني معنى كده إن كل صفة وعكسها اسمها الصفات القليلومورفية الطول والأسر صفات متبادلة وبالتالي صفات قليلومورفية الطخن والرفع صفات متبادلة ومتعكسة يعني صفات قليلومورفية الصفات القليلومورفية دي بقى بيتحكم في ظهرها زوج من الجينات يعني اتنين من الجينات الجينات دي ممكن تكون سائدة وممكن تكون متنحية قبل ما نبدأ في كنون مندل الأول تعال ناخد مثال علشان نفهم أكثر لو مثلا عندنا نبات فاصولية طويل ونبات تاني فاصولية قصية صفة الطول عامة بنرنزليها بالرمز T من كلمة طول تعال كده نعمل تزاوج مبين النباتين وعلامة التزاوج بنرنزليها بالرمز X النبات الطويل هناخد منه جين بيحمل صفة الطول وصفة الطول دي صفة سائدة فنرنزليها بالرمز T كابتل إنما النبات اللي صير هناخد منه الجين اللي بيحمل صفة الأسر والأسر صفة متنحية وهي عكس الطول فنرنزليها بالرمز T small النبات الجديد اللي هيطلع لنا هيكون عنده جين الطول وفي نفس الوقت عنده جين الأسر ولكن جين الطول ده جين سائد على عكس جين الأسر اللي بيكون متنحي فبيسود جين الطول على جين الأسر ويظهر النبات الجديد وبيكون طويل وعلشان النبات الجديدة بيحتوي على الجينين في نفس الوقت جين الطول وجين الأسر فيبقى النبات ده هاجين وليس نقي طيب إمتى يبقى نقي لو كان الأب والأم فيهم نفس الصفة هنفهم أكتر وأكتر لما ندرس قانون مندل الأول قانون مندل الأول هو قانون انعزال العوامل الورصية والعوامل الورصية اللي هي الجينات والقانون ده بيفصر لنا إزاي الأبناء بيورسوا زوج واحد من الصفات العليل ومرفية إحنا عرفنا يعني إيه جين سائد ويعني إيه جين متنحي فاضل بس نعرف يعني إيه نقي ويعني إيه هاجين لما أقول لك أن الشخص ده طويل نقي معنى كده أن الشخص ده بيحمل صفة الطول بشكل نقي يعني وارس الطول من الأب والأم في نفس الوقت يعني جين الأب كان تي كابتل وجين الأم كان تي كابتل وبالتالي هو كده عنده اتنين تي كابتل وبالتالي الشخص ده بيكون طويل نقي إنما لما أقول لك الشخص ده طويل ولكن هاجين معنى كده أن الشخص ده ورس صفة الطول من أحد الأبوين فقط يعني أحد الأبوين كان طويل فبنرمز له بالرمز تي كابتل والتاني أصير فبنرمز لبرمز T small فيانتك شخص عنده T capital T small وصفة الطول بتسود على صفة الأسر فيبقى الشخص ده ظاهر لنا طويل وكل حاجة ولكن هاجين إنما بقى الشخص الأصير ده لازم يكون نقي لأن أصلا صفة الأسر صفة متنحية مش بتظهر إلا لما يعملها الشخص ده بشكل نقي يعني لازم يورس جين T small من الأبوين علشان يبقى عنده 2 T small وبالتالي كده يبقى صير نقي ونفس الموضوع ده على أي صفة متنحية مش بتظهر غير لما تكون موجودة بشكل نقي دي كلها أمثلة لتوضيف الفكرة اللي عايز أوصل هناك ولكن قوانين مندل كانت على نبات البسلة العالم مندل قضى من عمره حوالي 8 سنين بيعمل دراسات وتجارب على نبات البسلة فيلا هات كوباتي الشاي بتاعتك وتعالى ندرس تجارب 8 سنين في نص ساعة القانون الأول لمندل قلنا أنه هو قانون إنعزال العوامل الورصية وبيوضح لنا إزاي الأبناء بتوري الزوج واحد من الصفات المتبادلة اللي هي عكس بعضها يعني الصفات الأليل ومرفية في القانون الأول بيقولك عند تهجين فرضين نقيين مختلفين في زوج واحد من الصفات الأليل ومرفية أحدهم بيحمل الصفة السائدة بصورة نقية والتاني بيحمل الصفة المتنحية وطبعا عشان تظهر عليه لازم تكون برضو نقية اللي بيظهر عندنا في أفراد الجيل الأول أن الصفة السائدة بتظهر بنسبة 100% وأفراد الجيل التاني بتظهر عليهم الصفة السائدة والصفة المتنحية بنسبة 3 إلى 1 تعال نفهم الكلام ده بمثال عندنا اللون السائد في أزهار نباتل بسلة هو اللون الكرموزي واللون الكرموزي اللي هو اللون البنبي أو اللون البنك فبنرمز له بالرمز R كابتال إنما اللون اللي عكسه هو اللون الأبيض واللون الأبيض هي صفة متنحية في أزهار نبات البسلة فبنرمز له بالرمز R سمول بيقولك بقى لما نيجي نجوز نبات كرموزي نقي يعني فيه 2R كابتال بنبات تاني أبيض نقي يعني فيه 2R سمول وقلنا علامة التزاوج يعني علامة X والأبوين هنا القرموزي النقي والأبيض النقي بنرمز ليهم بالرمز B من كلمة بارنتس وإحنا هنا بندرس جيلين مش جيل واحد وطبع ما إحنا هنا لسه في الجيل الأول فكل حاجة هنرمز ليها بالرمز 1 فيبقى كده الأبين بتوع الجيل الأول هنرمز ليهم بالرمز B1 والأمشاج اسمها جامتس فنرمز ليها بالرمز G1 والأمشاج في النبات طبعا اللي هي حبوب اللقاح من الزقور والبويضات في الإناس الأمشاج اللي أنا خدها من النبات القرموزي النقي هي R كابتال وأمشاج النبات الأبيض النقي اللي أنا خدها هي R سمول فيطلع لنا جنين أو نبات جديد بيحمل R كابتال وR سمول يعني نبات كرموزي حاجين ونرمز له بالرمز F1 وده معناه أفراد الجيل الأول وكل أفراد الجيل الأول هتطلع كرموزي حاجين يعني بنسبة 100% R كابتال R سمول تعال كده نقولي الكلام ده تاني إحنا معنا نبات بسلة لون أظهره كرموزي واللون القرموزي في نبات البسلة ده لون اللي بيتحكم في ظهوره جين سائد فياخد حرف كابتال اللي هو R كابتال وده نبات نقي يعني فيه 2R كابتال والأمشاج اللي هناخدها من النبات ده هي R كابتال لأن اللي 2R كابتال فناخد منهم واحد كفاية ويقض الغرض طالما اللي 2 زي بعض فنجوز النبات ده مع نبات تاني لون أظهره أبيض ولون الأظهر الأبيض في نبات البسلة بيتحكم في ظهوره جين متنحي فكده كده النبات الأبيض ده بيكون نقي يعني 2R سمول الأمشاج اللي هناخدها R سمول واحدة لأن كده كده اللي 2 زي بعض فيطلع لنا الفرض الجديد فيه R كابتال وR سمول يعني فيه اللون القرموزي واللون الأبيض بس الصفة السيدة اللي هي الكرموزي هتسود على الصفة المتنحية اللي هي الأبيض فيطلع لنا النبات باللون القرموزي هنا بقى عندنا مصطلحين مهمين ومصطلحين جداد مصطلح اسمه النمط أو الطرز المظهري مصطلح اسمه النمط الجيني أو الطرز الجيني النمط أو الطرز المظهري يعني المظهر اللي بيظهر عليه النبات فيبقى النمط المظهري لأفراد الجيل الأول هو اللون القرموزي لأن ده المظهر اللي شايفينه وظهروا لنا به إنما النمط الجيني هو بقى هجين ولا نقي فيبقى كده النمط الجيني لأفراد الجيل الأول هو كرموزي بس هجين وأباء الجيل الأول واحد منهم كرموزي نقي والتاني أبيض نقي يعني كده الأباء أنقية بناء على الترز الجيني الأفراد النتجة من الجيل الأول هنجوزهم مع بعض فيبقى هما الأباء بتوع الجيل الثاني فنرلز ليهم بالرمز B2 وبالتالي كده معانا R capital و R small هنجوزه مع برضه R capital R small أمشاج الجيل الثاني رمزها G2 النبات الأول هناخد منه أمشاج R capital و R small لأن طبعا المرات دي الاثنين مختلفين فناخد مرة R capital و مرة R small والتاني زيه بالضبط الأمشاج اللي هناخدها مرة R capital و مرة R small تعال بقى نشوف احتمالية الأفراد النتيجة في الجيل الثاني واللي رمزها F2 لو خدنا المشيج R capital مع R capital هيطلع لنا اتنين R capital و يكون كده كرموزي نقي ولو خدنا من هنا R capital مع R small هيطلع لنا R capital R small و كده كرموزي هاجين ولو خدنا من هنا R small مع R capital نكتبها برضه R capital R small و كده يبقى كرموزي هاجين و كده يبقى فاضل معنا R small مع R small هيطلع لنا اتنين R small و كده يبقى أبيض نقي و يبقى كده نسبة الأزهار البيضة للقرموزي في الجيل الثاني واحد إلى ثلاثة لكنه في الجيل الأول كانت مية في المية للصفة السائدة اللي هي القرموزي تعال بقى كده مع بعض نستنتج شوية حاجات بتساعدنا في حل لمساء القانون مندل الأول أول حاجة لما يبقى معنا أب سائد نقي و أم سائد نقي الأبناء بتكون مية في المية سائد نقي لأن الأب السائد نقي يعني اتنين R capital و أم سائد نقي يعني اتنين برضه R capital فالجيل اللي هيطلع هيبقى اتنين R capital يعني سائد نقي مية في المية إنما لما يبقى أب متنحي نقي و أم متنحي نقي الجيل اللي هيطلع هيبقى متنحي نقي مية في المية لأن الأب المتنحي نقي يعني اتنين R سمو و الأم المتنحي نقي يعني برضه اتنين R سمو يبقى كده أكيد الجيل اللي طالع عنده اتنين R سمو يعني متنحي نقي بنسبة مية في المية ولكن لما يبقى معنا أب سائد نقي مع أم متنحي و كده كده قلنا المتنحي ده بيكون نقي مية في المية و إلا مش هيظهر إنه هو متنحي أفراد الجيل الأول أفراد الجيل الأول هتبقى كلها سائد هجين بمية في المية ولو هنقودها بعد كده و نجوز من أفراد دي مع بعضها يعني هيكون معنا أب سائد هجين و أم سائد هجين الأفراد اللي هتطلع هتكون 75% سائد و 25% متنحي بس ال 75 بتنقسم إلى 25 منهم سائد نقي و 50 منهم سائد هجين يعني لما يبقى كده الأبوين R capital و R small الأفراد هتكون أول واحد R capital و R capital و ده بنسبة 25% والتاني والتالت R capital R small و الاتنين بيكونوا مع بعض نسبة 50% والتالت هيكون اتنين R small و ده بيشكل نسبة 25% كده الحد هنا تمام بنستنتج بقى إن الصفات دي علشان تظهر بيتحكم فيها زوج من الأليلات اللي هي الجنات يعني اتنين من الأليلات أليل من الأب وأليل من الأم ولو كانوا الاتنين متشابهين في الأبوين هتبقى الصفة نقية في الأبناء إنما لو كانت الأليلات مختلفة في أحد الأباء بتظهر الصفة في الأبناء بشكل هجين بحيث إن الصفة السائدة بتسود على الصفة المتنحية ناخد كمان مثال علشان يثبت المعلومة والمثال ده هيكون على التركيب الجيني لصفة طول الصاق في نبات الفاصولية قلنا الطول بنرمز له بالرمز T capital والقص صفة عكسه وبتكون صفة متنحية وبالتالي بنرمز لها بالرمز T smooth فلما يبقى معنا نبات طويل ناقي يعني 2 T capital نجوزه مع نبات وصيع ناقي يعني 2 T smooth ودي بتكون أباء الجيل الأول فبنرمز لها بالرمز B1 الأمشاك بتاعة الجيل الأول اللي بنرمز لها بالرمز G1 هتكون T capital من الأب الطويل وT small من الأب العصير فيبقى كده أفراد الجيل الأول كلها هتكون T capital T small يعني طويل هجين لو هناخد الأفراد دي ونجوزهم ويبقى هما أباء الجيل التاني ونرمز لهم بالرمز B2 فيبقى كده معنا أباء الجيل التاني T capital T small هنجوزه معنا بات تاني T capital T small أمشاك جيل التاني اللي هنرمز لها بالرمز G2 هتكون من واحد T capital وT small ومن التاني برضو T capital وT small فتبقى الأفراد كالتالي لو هناخد T capital من هنا مع T capital من هنا هيطلع لنا اتنين T capital يعني طويل نقي ولو T capital من هنا مع T small من هنا فيبقى كده T capital T small يعني طويل هجين وبرضو لو خدنا T small من هنا مع T capital من هنا يعني برضو T capital T small يعني طويل هجين وآخر حاجة T small من هنا مع T small من هنا يبقى تنين T small يعني أصير نقي وتبقى كده النسبة واحد إلى تلاتة واحد أصير وتلاتة طويل يعني 25 إلى 75% بس 25% أصير نقي وال75% طويل منهم 25% طويل نقي و50% طويل هجين نيجي بعد كده لقانون مندل التاني اسمه قانون التوزيع الحر للعوامل الورصية في القانون الأول احنا كنا بنورس زوج واحد من الصفات للأبناء يأما الطول يأما الأسر أو نورس لون الأزهار يأما العبيض يأما القرمزي لكن في القانون التاني بيفسر طوارس زوجين من الصفات الأليلومورفية يعني مثلا الطول واللون في نفس الوقت القانون التاني بيقولك أنت تهجين فرضين نقيين مختلفين في زوجين أو أكثر من الصفات الأليلومورفية أحدهما بيحمل الصفاتين الساعدتين بصورة نقية والتاني بيحمل الصفاتين المتنحيتين وطبعا بصورة نقية وبيتم توريس صفات كل زوج منهما مستقلة فبتظهر الصفاتين الساعدتين بنسبة 100% في أفراد الجيل الأول والصفاتين الساعدتين والصفاتين المتنحيتين بنسبة 9-3-3-1 في أفراد الجيل الثاني تعالا كده نطبق الكلام ده على ملمس ولون البزور بالنسبة للون البزور اللون الأصفر هو اللون الساعد فبنرمز له بالرمز Y-Captain وطبعا Y من كلمة يلون واللون الأخضر هو اللون المتنحي فبنرمز له بالرمز Y-Smooth والصفة التانية هي ملمس البزور الملمس الناعم بنرمز له بالرمز S-Captain وطبعا جاي من كلمة Smooth يعني ناعم والملمس المجعد بنرمز له بالرمز S-Smooth لأنه متنحي تعالا بقى دلوقتي نجوز نبات بسلة أصفر نقي أملس البزور نقي يعني 2Y-Captain و2S-Captain مع نبات تاني أخضر نقي مجعد البزور يعني 2Y-Smooth مع 2S-Smooth دي كده أباء الجيل الأول اللي بنرمز له بالرمز B-1 بالنسبة بقى الأمشاج الجيل الأول هتكون كالتالي أمشاج الأصفر النقي وأملس نقي هي Y-Captain وS-Captain وأمشاج الأخضر النقي والمجعد النقي هي Y-Smooth وS-Smooth فتبع أفراد الجيل الأول اللي برمزها F-1 كلها أصفر هاجين ومالسائل بزور هاجين يعني Y-Captain Y-Smooth S-Captain S-Smooth تعالا بعد كده ناخد أفراد الجيل الأول ونجوزهم مع بعض فيبقى هم أباء الجيل الثاني ونربز لهم بالرمز B-2 فيبقى معنا أحد الأباء رمزه Y-Captain Y-Saptain S-Smooth والأب التاني نفس الكلام Y-Captain Y-Saptain S-Smooth فتعالا كده نرس الأمشاج في عموديين العمود الأفقي هي أمشاج أحد الأبوين والعمود الرأسي أمشاج الأب التاني ونبدأ نجمع الأمشاج من الأفقي مع الرأسي تعالا كده نرس أمشاج أحد الأبوين في العمود الرأسي هناخد Y-Captain مع S-Captain وبعد كده Y-Saptain S-Smooth وبعد كده Y-Captain مع S-Smooth وبعد كده Y-Saptain S-Smooth وبالنسبة الأمشاج الأبوين التاني هنرسلهم في عمود أفقي فنفس الكلام هناخد Y-Captain مع S-Captain وبعد كده Y-Saptain S-Smooth وبعد كده Y-Captain مع S-Smooth وبعد كده Y-Smooth مع S-Smooth أماكن التوزيع دي بتختلف من شخص للتاني ولكن المهم أن انت بتاخد كل حرف مرة Captain ومرة Small مع الحرف الثاني برضو مرة Captain ومرة Small فيديك أربع أمشاج تعالا كده بقى نمشي الأفقي مع الرأسي الفرض الأول معنا هيبقى 2Y-Captain و2S-Captain يعني أصفر نقي وأملس نقي والفرض الثاني Y-Captain Y-Smooth و2S-Captain يعني أصفر هجين ولكن أملس نقي والفرض الثالث 2Y-Captain و2S-Captain مع S-Smooth يعني أصفر نقي وأملس هجين والفرض الرابع 2Y-Captain و2S-Captain مع S-Smooth يعني أصفر نقي وأملس هجين الفرض الخامس هيكون Y-Captain و2S-Captain يعني كده أصفر هجين وأملس نقي والفرض الثالث 2Y-Captain و2S-Captain يعني كده أغضر نقي وأملس نقي والفرض السابع Y-Captain Y-Smooth S-Captain S-Smooth يعني أصفر هجين وأملس هجين والفرض الثالث 2Y-Captain و2S-Captain وS-Smooth يعني أغضر نقي وأملس هجين والفرض التاسع 2Y-Captain وS-Captain وS-Smooth يعني كده أصفر نقي وأملس هجين الفرض العاشر Y-Captain Y-Smooth S-Captain S-Smooth يعني أصفر هجين وأملس هجين الفرض اللي 11 2Y-Captain 2S-Smooth يعني كده أصفر نقي مجعد نقي الفرض اللي 12 Y-Captain Y-Smooth و2S-Smooth يعني كده أصفر هجين ومجعد نقي الفرض اللي 13 Y-Captain Y-Smooth S-Captain S-Smooth يعني كده أصفر هجين وأملس هجين الفرض اللي 14 2Y-Smooth S-Captain S-Smooth يعني كده أغضر نقي وأملس هجين الفرض اللي 15 Y-Captain Y-Smooth و2S-Smooth يعني كده أصفر هجين ومجعد نقي والفرض الأخير وال16 2Y-Smooth و2S-Smooth يعني كده أغضر نقي ومجعد نقي فتبقى كده النسبة النهائية 9-3-3-1 9 أصفر أملس و3 أغضر أملس و3 أصفر هجين و1 أغضر هجين وكده يبقى الحمد لله خلصنا قوانين مندل الأول والتاني لو عجبك الفيديو ما تنساش تحمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه مش مشترك في قناة مندل سواء كان الأول أو الثاني فهمنا إزاي بيحصل توارث لزوج من الصفات أو أكبر من زوج من الصفات وعرفنا أن كل زوج من الصفات المتبادلة يعني العكس بعض زي مثلا من الطول أو الأسر الطخن أو الرفع لون البشرة الأبيض ولون البشرة الأسود كل دي اسمها الصفات الأليلومورفية واللي بتحكم في ظهور الصفات دي هو زوج من الجنات والجنات دي فيها سائد وفيها متنحي وعرفنا أن الجين السائد بيسود على الجين المتنحي وبيلغي شخصية المتنحي تماما وبيظهر هو وكمان عرفنا أن في حاجة اسمها الطرز أو النمط المظهري وده الطرز اللي بيظهر لنا زي لون الأزهار الكرموزي مثلا وفي حاجة اسمها الطرز أو النمط الجيني اللي هو بيحدد لنا الصفة دي ناقية ولا هاجين علشان كده الصفة السائدة بيكون لها طرزيين جينيين يعني ممكن تبقى ناقي زي مثلا لون الأزهار الكرموزي الناقي واللي بنرمز له بالرمز بالرمز اتنين أر كابتل وممكن الصفة دي اللي هي الصفة السائدة تكون هاجين فيبقى لون كرموزي برضو بس هاجين يعني أر كابتل أر سمول إنما الصفة المتنحية لازم ولا بد علشان تظهر لازم تكون متنحية زي لون الأزهار الأبيض لازم يبقى اتنين أر سمول يعني ناقي تماما كل دي صفات بيحصل فيها السيادة التمة لأن الجين المسؤول عن إظهار الصفة السائدة بيسود على الجين المسؤول عن إظهار الصفة المتنحية بشكل تام واللي توصل للكلام ده كان العالم مندل فيبقى كده اسمها برضو الصفات المندلية لكن العلماء عملوا شوية تجارب وإجراءات على نباتات وحيوانات واكتشفوا إن فيه صفات مش بتتورس طبقا لقوانين مندل فسموا الصفات دي باسم الصفات اللامندلية وظهور الصفات دي بتتأثر بحاجة اسمع تداخل فعل الجينات ومن أمثلة تداخل فعل الجينات اللي بتسبب لنا ظهور الصفات اللامندلية عندنا انعدام السيادة والجينات المتكملة والجينات المميتة إحنا النهاردة هندرس انعدام السيادة ونطبقها على ثلاث حالات أول حالة هي صفة لون الأزهار في نبات شاب الليل تعالي الأول نعرف يعنيه إنعدام سيادة إنعدام السيادة يعني فيه كائن حي بيوري الزوج من الجينات واحد من الأب واحد من الأم بس زوج الجينات دي مفيش منهم حد بيسود على التاني ولكن كل واحد منهم بيكون لي أثر في إظهار صفة جديدة زي ما قلنا توارث صفة لوني لإظهار في نبات شاب الليل لما بيحصل تاجين بين نبات شاب الليل أظهاروا لونها أحمر مع نبات شاب الليل أظهاروا لونها أبيض صفة اللون الأحمر هي صفة سائدة فبنور مزليها بالرمز 2R Captain وصفة اللون الأبيض صفة برضو سائدة فبنور مزليها بالرمز 2W Captain المهم أن نوع الأمشاج اللي هناخده من النبات اللي لونه أحمر هو واحد بس وهو R Captain وكذلك الأمشاج اللي هناخدها من النبات اللي لونه أبيض هي واحد بس وهي W Captain محدش منهم هي سود على التاني وكل واحد منهم هيشارك في ظهور صفة جديدة وهي اللون القرونفولي واللي هنرمز لها بالرمز RW ويبقى كده أفراد الجيل الأول كلهم بيحملوا الصفة الجديدة اللي هي اللون القرونفولي بنسبة 100% ولما بيحصل تلقيح ذاتي لأفراد الجيل الأول والتلقيح الذاتي اللي بيحصل فيه هو أن النبات بيلقح نفسه يعني هو الأب وهو الأم في نفس الوقت علشان كده الظهرة بتكون اسمها الظهرة المخنسة لأن فيها عدو التسكير وعدو التعنيس في نفس الوقت على عكس التلقيح الخلطي اللي بيتم عن طريق الرياح أو النحل أو أي حشرة بتنهي الحبوب اللقاح من النبات لبوايدة نبات تاني وبالتالي الأباء صفاتهم مختلفة لكن التلقيح الذاتي الأباء بيكون لهم نفس الصفات فهنا هيحصل تلقيح ذاتي لنبات أزهاره كرونفولي مع نفسه يعني الأب هيكون R W والأم برضو هتكون R W الأمشاج اللي أنا أخدها من أحد الوالدين هتكون R و W وبرضو كذلك الأمشاج اللي أنا أخدها من التاني هتكون برضو R و W ونبدأ نوزع الأمشاج مع بعضهم ال R مع ال R فيبقى كده 2 R يعني كده أزهار حمراء وال R مع ال W يعني كده R W يعني كده أزهار كرونفولي وال W مع ال R هي هي مع R W برضو أزهار كرونفولي وآخر حاجة وإيه ال W مع ال W يعني كده W W يعني كده أزهار بيضاء فبقى كده أفراد الجيل التاني 1 إلى 2 إلى 1 1 أزهار بيضاء ودي صفة أحد الوالدين و2 أزهار كرونفولي ودي الصفة الجديدة و1 أزهار حمراء ودي صفة الأب التاني تعال ناخد كمان مثال في سلان الدجاج اسمها الدجاج الأندلسي هنعمل توقيح ما بين ديك ريشه أسود مع دجاجة لون ريشها أبيض الريش الأسود هنرمزه بالرمز بي كابتل وبي كابتل كمان والدجاجة ريشها أبيض هنرمز لها بW W الاتنين كابتل اللامشاج اللي أنا أخدها هنا من الدك هتكون بي كابتل وعمشاج الدجاجة هتكون W كابتل الجينين كل واحد منهم ساعد فما حدش هيسود على التاني ولكن هنشالكوا في ظهور صفة جديدة وهي ظهور أفراد الجيل الأول بلون ريش أزرع ونرمزه بالرمز بي دابليو ودي أفراد الجيل الأول اللي هتطلع باللون الأزرع بنسبة 100% وبعد كده هنعمل توقيح ما بين ديك الجيل الأول اللي لون ريشهم أزرع يعني بي دابليو مع دجاج الجيل الأول واللي برضو لون ريشه أزرع اللي هو بي دابليو فكده الأمشاج هتكون من الأب بي ودابليو اللي هي يعني من الدجاجة هتكون برضو بي ودابليو وبكده تعالى نوزع الأمشاج البي مع البي يعني كده اتنين بي يعني ريش أسود صفة أحد الوالدين والبي مع الديو يعني كده بي دابليو ريش أزرع ودي الصفة الجديدة وكمان دابليو مع البي هي هي البي دابليو برضو ريش أزرع يعني صفة جديدة وآخر حاجة الدابليو مع الدابليو يعني كده ريش أبيض ودي صفة الوالد الثاني فتبقى كده النسبة واحد الى اتنين الى واحد واحد صفة أحد الوالدين واثنين صفة جديدة وواحد صفة الوالد الآخر وبكده احنا بنستنتج ان فيه تلات ترز مظهرية للتلات ترز جينية للأفراد الترز المظهرية هي الأبيض والأزرع والأسود والترز الجينية للأبيض هتبقى دابليو دابليو والأزرع هتبقى بي دابليو والأسود هتبقى بي بي يعني في الحالة دي الترز المظهري بيدل على الترز الجيني لأن الكل ترز مظهري ترز جيني وبكده الصفة تحولت في الصفات المندلية لما كان في حالة اسمها السيادة التمة كنا بنحصل على نسبة واحد الى تلاتة ولكن في الحالة دي في حالة انعدام السيادة بنحصل على النسبة واحد الى اثنين الى واحد الدم مقاولاته سابتة في كميع البشر وهي البلازمة وكرات الدم الحمرى وخلايا الدم البيضة والصفائح الدموية البلازمة بتشكل حوالي 54% من اجمال مكونات الدم وكرات الدم الحمرى والبيضة والصفائح الدموية بتشكل حوالي 46% من اجمال مكونات الدم المختلف في الدم بين البشر هي فصائل الدم وتم تصنيف فصائل الدم الى اربع فصائل وهم A و B و A B و O في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف مع بعض ازاي بنحدد نوع فصائل الدم وهنفهم عملياتنا للدم ومين ينفع يتبرع بالدم المين ومين ما ينفعش يد دم لمين كل ده هنعرفه لما نعرف التأسيم الوراصي والتأسيم الكيميائي لفصائل الدم التأسيم الوراصي هنفهمنا ازاي الابناء بيورسوا فصائل الدم من ابقه وبيكون فيه ثلاث انواع من الجينات او البدائل او برضو بنقول عليهم اسم الاليلات الاليلات او البدائل دي بتتحكم في وراسة فصائل الدم والاليلات دي هي A و B و O والفرض مش بيقدر ان يورس غير اتنين بس من الجينات دي يعني زوج واحد من الجينات وبيكونوا موجودين على زوج الكرموسومات رقم 9 في جميع البشر التلاث جينات او العليلات او البدائل دي بتكون لنا 6 طرز جينية واحنا شرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده ان الطرز او النمط الجيني بيوضح لنا ان الشخص ده هاجين ولا نقي بناء على الصفة اللي بندرسها بمعنى لو اقولك مثلا ان الشخص ده فصلته A كلمة A هنا بتحمل احتمالي يقيم الشخص ده هو اتنين A او A و O لو هو اتنين A ده معنى ان الشخص ده خد جين A من الاب وجين A من الام وبقى كده هو اتنين A ويبقى كده الطرز الجيني بتاعه اتنين A يعني كده فصلته A بشكل نقي انما لو هو A و O فده معنى ان هو خد جين A من احد الاباء وجين O من الاب التاني ويبقى كده الطرز الجيني الخاص بالشخص ده هو A O يعني كده هيبقى فصلته A ولكن بشكل هاجين طيب ليه ما ينفعش نقول إن فصلته A O ويبقى كده نوع أو فصيلة جديدة ما ينفعش نقول نوع الفصيلة A O لأنها بتتكون من جين ساد اللي هو A وجين تاني متنحي اللي هو O والجين الساد إحنا عارفين إن هو بيسود على الجين المتنحي وبالتالي بيسود A على O ويبقى كده نوع الفصيلة A ولكن بشكل هاجين وتركيبه الجين بيكون A O ونفس الكلام بينطبق على الفصيلة B لأن الجين B برضو بيسود على الجين O لكن الفصيلة A B ما حدش منهم بيسود على التاني لأن الاتنين كل منهم سواء كان A أو B جينات سائدة وبالتالي بيكونوا فصيلة جديدة وهي A B وبالتالي كده احنا عندنا الثلاث بدايل بتتحكم في فصيل الدم وهما A وB وO الثلاث بدايل دول بيكون لنا أربح فصائل الدم وهما A وB وAB وO والأربح فصائل دول بيكون لهم ست طرز جينية وهما أول حاجة الفصيلة A ممكن تكون اثنين A وممكن تكون A O والفصيلة B ممكن تكون اثنين B وممكن تكون B O والفصيلة A B تركيبها الجيني معروف A B والفصيلة O بيكون برضو تركيبها الجيني اثنين O طيب تعال نفهم الكلام ده أكتر بمثال لو فيه رجل فصلته A B تزوج من امرأة فصلتها O الآباء بنرمز لهم بالرمز B اللي احنا جيبينه من كلمة بارينتس وكده التركيب الجيني لنقبة هيكون A B والأم هيبقى O O الامشاج اللي هناخدها من الأب هي A وB وامشاج الأم هي O بس فبقى كده فصائل الدم المتوقعة للأبناء هي كالأتي لو خدنا من الأب الأم وو فبقى كده الفصيلة A O يعني كده الفصيلة هتكون A وبشكل طبعا هاجين ولو خدنا من الأب B ومن الأم O فتبقى كده الفصيلة B O يعني الفصيلة B فيبقى كده الفصائل المتوقعة للأبناء هي A أو B بنسبة 50% إلى 50% طيب تعال ناخد تاني كمان مثال جميل لو فيه خلاف أو نزاع ما بين أبين كل واحد منهم بيقول على الطفل أنه ابنه وفصيلة الطفل هي O وفصيلة الرجلين برضو O ولكن زوجة الرجل الأول فصلتها A وفصيلة زوجة الرجل التاني هي A B مين من الرجلين دول اللي ليلحق في نسب الطفل ده؟ أول حاجة الرجل الأول فصلته O يعني التركيب الجيني ليه هو O O وزوجة الرجل الأول فصلتها A هنا كده فيه احتمالين للتركيب الجيني لفصيلة زوجة الرجل الأول الاحتمال الأول هو أن يكون تركيب الجيني A O والاحتمال التاني هو أن يكون تركيب الجيني 2A في الاحتمال الأول كده تعال نشوف فصيل الدم المتوقعة للأبناء احنا قولنا الأب 2A والأم كده هتبقى A و O الأمشاج من الأب هتكون O وأمشاج الأم هتكون A و O يبقى كده لو خدنا A من الأم و O من الأب يعني A O وده كده أول فصيلة متوقعة للأبناء ولو خدنا O من الأم و O من الأب هتطلع لنا 2A يعني كده في الاحتمال الأول الأبناء ممكن يكون فصلتهم O أو A بالنسبة 50% إلى 50% والاحتمال ده ينفى معنا ونبقى كده حلنا النزاع ولكن برضو تعال نكمل علشان نأكد على المعلومة بالنسبة للاحتمال التاني لما الزوجة بتاعة الرجل الأول يكون تركيبها الجيني 2A والزوج قولنا كده كده 2O الأمشاج هتبقى A من الأم و O من الأب فبقى كده الطفل 100% A O الاحتمال التاني لعيلة الرجل الأول ما بيفصرش إنجاب طفل فصلته O ولكن الاحتمال الأول طلع معنا فعلا نتيجة إنجاب الطفل بنسبة 50% طيب بالنسبة لعيلة الرجل التاني احنا قولنا الزوج فصلته O يعني التركيب الجيني بتاعه 2O والزوجة فصلتها AB يعني التركيب الجيني هيبقى زي ما هو العمشاج هتبقى من الزوج O ومن الزوجة A و B لو هناخد A من الأم و O من الأب يعني كده الفصيلة A O فتبقى فصيلة A ولو هناخد B من الأم و O من الأب فيبقى كده الفصيلة B O يعني الفصيلة B وبالتالي كده احتمالية إنجاب طفل فصلته O من عائلة الرجل التاني هي 0% يعني كده الطفل هو ابن الرجل الأول وبناء على دراسة التأسيم الوراثي لفصائل الدم بنستنتج إن فصائل الدم بتجمع ما بين 3 أنلاط مختلفة للوراثة وهي تعدد البدائل والسيادة التمة وانعدام السيادة تعدد البدائل لأن احنا عندنا 3 بدائل من الجينات وهما A و B و O والفرض مش بيورس غير اتنين بس يا إما اتنين A أو A O أو اتنين O أو B و B أو B و O أو A و B اللي هم اللي احنا قلنا عليهم قبل كده الطرز أو النمط الجيني والسيادة التمة لأننا عمدنا كل من الجين A و B بيسود بشكل تام على الجين O فلو فصيلة تركبها الجيني A O هي كده هنقول عليها فصيلة A لأن الجين A بيسود على O و كذلك B وإن اعدام السيادة لأن كل من الجين A و B ما فيش حد منهم بيسود على التاني فبيتكونوا الاتنين مع بعض فصيلة جديدة وهي A B نيجي بعد كده للتقسيم الكيميائي لفصيل الدم التقسيم الكيميائي بيكون على حسب نوعين من المواد الكيميائية اللي بتكون موجودة في الدم وهم مولدات الالتصاق أو المواد المولدة أو ما تسمى أنتيجينز والمواد التانية وهي الأجسام المضادة أو ما تسمى أنتيباطس مولدات الالتصاق أو الأنتجينز هي عبارة أن مواد كيميائية بتكون موجودة على سطح كرات الدم الحمراء وهي نوعين مولدات A ومولدات B وبتتواجد في نفس اسم الفصيلة يعني مولدات A بتكون موجودة في الفصيلة A ومولدات B بتكون موجودة في الفصيلة B والفصيلة AB بيكون فيها مولدات A ومولدات B والفصيلة O مش بيكون فيها ولا مولدات A ولا مولدات B إنما الأجسام المضادة هي مواد كيميائية مضادة لمولدات الالتصاق بتكون موجودة في بلازمة الدم وهم نوعين مضاد A أو أنتي A ومضاد B أو أنتي B ومن اسم الأجسام المضادة بتتواجد في الفصيلة اللي ضد اسمها يعني بتمشي عكس مولدات الالتصاق يعني أنتي A بيكون موجودة الفصيلة B وأنتي B بيكون موجودة الفصيلة A والفصيلة AB ما بيبقاش فيها ولا أنتي A ولا أنتي B والفصيلة O بيكون فيها كل من أنتي A وأنتي B يعني كده بنستنتج أني الفصيلة A بيكون فيها مولد الالتصاق A ومش بيكون فيها أي أجسام مضادة إنما الفصيلة O مش بتحتوي على أي مولدات التصاق وبالتالي بيتواجد فيها كل من أنتي A وأنتي B طيب تعالوا نفهم الموضوع ده كده بمسال لو عندنا رجل فصيلة دمه مش بتحتوي على مولدات الالتصاق ولا A ولا B يعني كده فصيلته O الرجل ده تزوج من إمرأة فصيلة دمه لا تحتوي على أجسام مضادة ولا أنتي A ولا أنتي B يعني كده فصيلتها AB عايزين نعرف بقى كم نسبة وبوط فصائل دم بتحتوي على أنتي B بين الأبناء الأنتي B بيكون موبوط في فصيلة A لأنه نحن قلنا الأنتي بيكون عكس اسم الفصيلة فإحنا عايزين نعرف احتمال وبوط فصيلة A ما بين الأبناء فصيلة الأب إحنا قلنا لا تحتوي على أي مولدات التصاق ولا A ولا B يعني فصيلته O يبقى كده تركيبها جيني اتنين O والأم لا تحتوي على أجسام مضادة ولا أنتي A ولا أنتي B يعني كده فصيلتها AB أمشاج الأب هتكون O وأمشاج الأم هتكون A و B كده الأطفال هتبقى O من الأب مع A من الأم يعني A O أو O من الأب مع B من الأم يعني كده فصيلة الأبناء هتبقى يا A يا B بنسبة 50 إلى 50 وإحنا عايزين نعرف نسبة الفصيلة اللي فيها أنتي B يعني فصيلة A واللي كده هتكون نسبتها 50% تعالى بقى نعرف دلوقتي إزاي بنحدد نوع فصيلة الدم بيتم تحديد نوع فصيلة الدم من خلال التفاعلات اللي بتحصل ما بين مولدات الالتصاق اللي هي الأنتجينز والأجسام المضادة اللي هي أنتي باطس بحيث أن كل فصيلة من فصيلة الدم بيكون لها مولدات التصاق بتقابلها أجسام مضادة بتتفاعل معها فمثلا مولدات الالتصاق A بتتفاعل مع أجسام المضادة اللي هي الأنتي A ومولدات الالتصاق B بتتفاعل مع الأجسام المضادة أنتي B وطبعا لما بيحصل تفاعل ما بين مولد الالتصاق والجسم المضاد بيسبب تخصر أو تجلط الدم علشان جدا احراب نلاحظ ان الفصيلة A بيكون فيها مولد الاتصاق A ولكن الجسم المضاد بيكون عكسه اللي هو الانتي B والB بيكون فيها مولد الاتصاق B وأكسام مضادة عكسها اللي هو أنتي A والAB بيكون فيها مولدين الاتصاق الاتنين وبالتالي ما بيكونش فيها أكسام مضادة والO مش بيكون فيها مولدات الاتصاق وبالتالي بيكون فيها الأكسام المضادة أنتي A وأنتي B فدلوقتي تعالى أقول لك على خطوات تحديد نوع الفصيلة أول حاجة بيتم سحب عينة الدم وبعد كده بنحط أطرتين من الدم على طرفي الشريحة الزجاجية وبعد كده بنحط NT-A على أطرة الدم الأولى وبعد كده بنحط NT-B على أطرة الدم الثانية ولو حصل تفاعل ما بين مؤلدات الالتصاق والجسم المضاد هيسبب تخصر أو تجلط الدم كده احنا معنا أربع اهتمالات هيطلعنا أربع فصائل تعال كده نعمل جدول حلو من ثلاث خنادي أول خانة نحط فيها أطرة الدم الأولى اللي عليها NT-A وتاني خانة فيها أطرة الدم الثانية اللي عليها NT-B والخانة الثالثة هي الفصيلة المحتملة أول اعتمال معنا لو حصل تجلط على قطرة الدم الأولى اللي عليها NT-A وما حصلش تجلط على قطرة الدم اللي عليها NT-B فهي معنى كده أن الفصيلة دي فصيلة A لأن الفصيلة A بيكون فيها مؤلد الالتصاق A بيتفاعل مع الـ N-T-A فبالتالي هيسبب تجلط الدم طيب وثاني احتمال لو ما حصلش تجلط لأطرة الدم اللي عليها N-T-A وحصل تجلط لأطرة الدم اللي عليها N-T-B فتبقى كده الفصيلة B لان الـ B بيكون فيه مولد الاتصاق B بيتفاعل مع الـ N-T-B وبيسبب تجلط الدم والاحتمال التالي معاه لو حصل تجلط في نقطة الدم اللي عليها N-T-A وبرضه حصل تجلط في النقطة الدم اللي عليها NTB معنى كده أن الفصيلة هي AB لأن الفصيلة AB بيكون فيها مولد التصاق B ومولد التصاق A وبالتالي بيتفاعل مع NTG ومع NTB وبيسبب تجلط الاحتمال الرابع والأخير لو ما حصلش تجلط هنا وما حصلش تجلط هنا إبه كده الفصيلة O لأن الفصيلة O ما بيكونش عليها أي مولد التصاق وبالتالي كده احنا بنستنتج أن لو شخص فصلته A ما ينفعش يعطي دم لشخص فصلته B لأن الفصيلة A بيكون فيها مولدات التصاق A هترتبط بالعجسام المضادة اللي هي NTA الموجودة في دم الشخص المستقبل اللي بيكون فصلته B وبالتالي هتسبب تخصر أو تجلط الدم تعال نفهم أكتر بمثال يوضح لنا دلوقتي لو عندنا نقطة من فصيلة دم A حطناها على عين الدم مجبولة يعني مش عارفين فصلتها A فحصلها تجلط وبعد كده حطنا نقطة من نفس العين المجبولة على نقطة من فصيلة B وما حصلها في تجلط تفتكر العين المجبولة دي هتكون A ولا B ولا A B ولا O بص كده معي الفصيلة A بيكون فيها مولدات التصاق A وأنت B لما حطناها على الفصيلة المجبولة اتجلطت معنى كده ان حصل ارتباط ما بين مولد التصاق A والأنت A اللي موجود في العينة المجبولة وطرما العينة فيها أنت A يعني كده العينة دي مش A ولا A B وطرما العينة المجبولة لما حطناها على الفصيلة B وما تجلطتش معنى كده ان العينة المجبولة ما فيهاش أنت B وبالتالي كده ما ينفعش تقول O لان O بيكون فيها أنت A وأنت B في نفس الوقت يعني كده العينة المجبولة هي B طيب امتى تبقى O لو كانت اتجلطت لو حطينا عليها الفصيلة B كمان وبالتالي كده بنستنتج ان عمليات نقل الدم بتحصل تبقى للنظام محدد بسبب وجود مولدات الالتصاق والأجسام المضادة فبالتالي كده الفصيلة O هي معطي عينة بتدي نفسها وكل الفصائل لأن ما عندهاش مولدات التصاق ولا A ولا B والفصيلة A B مستقبل عينة لأنه ما عندوش أي أجسام مضادة ولا أنت A ولا أنت B وبالتالي كده الفصيلة A بتدي نفسها وبتدي A B وبتدي نفسها وبتدي برضه A B وأو مبتاخدش غير من نفسها بس لأن فيها أجسام مضادة NTA وLTB عمل الريسس هو عبارة عن نوع من مولدات الالتصاق بيكون موجود برضه على سطح كرات الدم الحمرة وبيكون موجود عند معظم البشر مش كل البشر بحيث أن 85% من البشر دمهم بيكون فيه مولدات الالتصاق عامل الريسس فبنرمز ليهم بالرمز RH موجب اللي هو RH positive والنسبة لنقل اللي هي 15% من البشر لا يحتوي دمهم على مولدات الالتصاق عامل الريسس فبنرمز ليهم بالرمز RH negative أو RH سالب يعني دلوقتي لما أقول لك فصيلة A positive بيكون فيها كام نوع من مولدات الالتصاق طالما فصيلة A يبقى كده فيها مولد الالتصاق A وبوزيتف يعني RH موجب يعني كده فيها مولد عامل الريسس طيب لو فصيلة O negative فيها كام نوع من مولدات الالتصاق الفصيلة O مش بتحتوي على أي مولدات الالتصاق من ال-A أو ال-B وطالما negative يعني كده RH سالب يعني مش بتحتوي على ال-RH وبالتالي O negative لا تحتوي على أي نوع من مولدات الالتصاق ولا حتى RH وكمان كده بنستنتج أن أكتر فصيلة فيها أنواع مولدات الالتصاق هي AB positive لأن معنى أن هي AB يعني كده فيها مولدات الالتصاق A ومولدات الالتصاق B وطالما positive يعني كده RH positive يبقى كده AB positive فيها مولدات A وB وRH طيب دلوقتي لو هنرمز المولد الالتصاق A بالمثلث ومولد الالتصاق B بالمربع وال-RH بالدايرة يبقى كده الفصيلة اللي قدامنا دي ايه كده الفصيلة دي فيها المثلث يعني مولد الالتصاق A ومربع يعني مولد الالتصاق B وكمان دايرة يعني كده RH positive يبقى كده الفصيلة دي AB positive طيب الفصيلة دي دي كده فيها مولد A ومولد B بس يبقى كده الفصيلة دي AB negative لاني ما فهاش الـRH طيب الفصيلة دي الفصيلة دي كده فيها مولد A ومولد الـRH يبقى كده الفصيلة دي هي A positive طيب الفصيلة دي كده ايه دي فيها مولد الالتصاق B بس ولا فيها LA ولا فيها الـRH يبقى كده الفصيلة دي B negative طيب الفصيلة دي الفصيلة دي ما فهاش غير مولد الالتصاق الـRH ومش فيها ولا مولد A ولا مولد B يبقى كده الفصيلة دي O positive طيب الفصيلة دي الفصيلة دي كده ما فهاش ولا مولد الالتصاق ولا A ولا B ولا الـRH يبقى كده الفصيلة دي O negative عامل الريسوس اتسمى بالاسم ده لان تم اكتشافه 1940 اول مرة في سلالة من القرود اسمها ريسوس وبعد كده تم اكتشافها في البشر اللي بيتحكم في ورصة عامل الريسوس هو 3 ازواج من الجينات يعني 6 جينات ولازم يورسهم الفرد كلهم يعني الحالة دي ما اسمهاش تعدد بدائل زي فصائل الدم في فصائل الدم لما قلنا احنا عندنا A وB وO الفرد بياخد اتنين منهم بس يعني بيورس اتنين منهم بس الحالة دي اسمها تعدد البدائل لان احنا معانا 3 بدائل والفرد بيورس اتنين بس لكن عامل الريسوس بتتحكم في ورصتها 3 ازواج للجينات والفرد لازم وحتميا يورسهم كلهم مش بدائل بياخد منهم اتنين بس لا ده لازم يورسهم كلهم 3 ازواج من الجينات بيتم حملهم على زوج واحد من الكروموسومات واحنا قلنا 3 ازواج من الجينات يعني 6 جينات يعني مثلا A وB وC وD وE وF الجينات دي ممكن تكون موجودة بشكل سائد فبنرمز ليهم بالحروف الكابتل وممكن تكون موجودة في صورة متنحية فبنرمز ليهم بالحروف يعني كده احنا معانا كل من الA والB والC والD والA والF دي كلها حروف كابتل يعني كده جينات سائدة طيب اوساطها بيكون في A وB وس D وE وF بحروف سمول يعني كده كلها جينات متنحية الشخص اللي بيكون RH بوزتف هو اللي بيحتوي على اي جين سائد يعني لو فيه جين واحد بس سائد يبقى RH بوزتف انما علشان يبقى RH نيجاتف لازم يحتوي على 6 جينات متنحية يعني لازم ال6 جينات يكونوا في صورة متنحية لو فيه واحد منهم بس سائد في الحالة دي الشخص هيكون RH بوزتف طيب دلوقتي على سبيل المثال لما جب لك تتابع جينات عامل الريسس على جزء من كورموسوم 3 اشخاص مثلا مريم وناديا وكريم مريم عندها A كابتل ودي سمول وإي كابتل وناديا عندها A سمول ودي سمول وإي سمول وكريم عنده A سمول ودي كابتل وإي سمول واسألك وقولك مين من الثلاث أشخاص ما عندوش على سطح خلايا دم والحمراء مولدات عامل الريسس الحل هيكون كالأتي احنا قلنا علشان مولد عامل الريسس ما يكونش موجود لازم الجينات تكون متنحية ولو فيه واحد بس واحد بس سائد يبقى الشخص ده عنده RH positive وبالتالي كده مريم عندها A كابتل وإي كابتل كمان تبقى كده RH positive وكريم عنده D كابتل يبقى كده هو كمان RH positive إنما ندي كل اللي عندها سواء كان A أو D أو E كلهم سمول فتبقى كده جينات متنحية وتبقى كده هي الوحيدة اللي ما عندهاش مولدات التصاق عامل الريسس وتبقى RH negative لإن كل الجينات اللي عندها متنحية دراسة الـ RH بتفيدنا في عمليات نقل الدم لإن السالب ده بيكون معطي عام إنما الموجم ما بيديش غير موجب بس وإحنا عرفنا قبل كده أثناء دراسة فصال الدم إن الـ O بيكون معطي عام والـ A B بيكون مستقبل عام والـ A بيدي نفسه وبيدي A B وما ياخدش غير من نفسه ومن O والـ B يدي نفسه ويدي A B وما ياخدش غير من نفسه ومن O والـ A B بيأخد من كله ويديش غير نفسه بس نزود عليهم بقى بعد كده الـ RH يعني لو في فصيلة O نيجاتيف الفصيلة O نيجاتيف دي بتكون معطي بشكل عام يعني بتدي كلها من A بوزيتف وA نيجاتيف وبتدي كمان B بوزيتف وB نيجاتيف وبتدي كمان A B بوزيتف وAB نيجاتيف وكمان بتدي الـ O نيجاتيف والـ O بوزيتف إنما لو فصيلة O بوزيتف يعني الـ RH بيكون فيها بوزيتف الفصيلة ال O positive مش بتدي غير كل البوزيتف يعني بتدي A positive و B positive و A B positive و O positive ومبتديش اي فصيلة negative يعني احنا كده بنستنتق قعدة مهمة وهي ان السالب بيعطي الموجب وليس العكس طيب بالنسبة لدور عامل الريسس في الحمل والولادة دلوقتي تحليل ال R H بقى مهمة قبل الجواز يعني انت لما تيجي تختار عروستك اعمل لها الاول تحليل ال R H علشان خاطر اولادكم لو العروسة R H positive مفيش مشكلة انما لو هي R H negative وانت R H positive من هنا الدنيا مش بتبقى لطيفة لو الاب R H positive والام R H positive الاولاد هيطلعوا R H positive زي الام ومفيش اي خطر عليهم طيب لو الاب R H negative والام R H negative الاولاد هيبقوا كده R H negative زي الام برضو مفيش برضو خطر عليهم طيب الحالة التالتة لو الاب R H negative والام R H positive الاولاد هيبقوا R H positive زي الام وبرضو مش هيبقى فيه خطر علي الاولاد انما لو الاب R H positive والام R H negative الطفل الاول اكيد هيكون R H positive لانه على الاقل هيورس جين واحد ساعد من الاب اسناء ولادة الطفل الاول دم الطفل الاول اللي بيكون فيه R H positive بيختلط بدم الام اللي بيكون فيه R H negative فبيبقى بالنسبة لدمها مولد التصاق ال R H جسم غريب فيبدأ يتكون اجسام مضادة في دم الام ضد مين ضد ال R H الطفل الاول بيتولد بسلاء ولكن في الطفل التاني اثناء الحاملة التاني مع انتقال الدم من الام الى الطفل التاني اللي هيكون برضو R H positive هيتنقله كمان اجسام مضادة لل R H اللي كانت موجودة في جسم الامة الاجسام المضادة اللي هتتنقل مع دم الام هتكسر دم الطفل التاني وتسبب له انمية حدة ويموت فالحل في الحالة دي هو بعد ولادة الطفل الاول وقابل مرور 72 ساعة من الولادة الام لازم تاخد مصل يكسر كل ال R H الموجب اللي انتقلها عن طريق دم الطفل الاول لازم المصل ده يكون بعد الولادة مباشرة وقابل مرور 72 ساعة علشان جسم الام ما يكون شلاحة يكون اجسام مضادة والمصل ده الام بتاخده بعد كل ولادة لها بعد ما خلصنا عن اعدام السيادة وفصيل الدم وعامل الريزاس وكل دروس الترمي التاني هتلاقيهم في قيمة تشغيل خاصة بيهم ادخل اسمحهم بالترتيب هتستفاد جدا جدا من طريقة الشرح اللي بتثبت المعلومة من اول مرة ولو عايز فيديوهات حلة هتدخل على القناة التانية باسم احمد شريف هسيب لك اللينك في الوصف هتلاقي كل الدروس محلولة بالترتيب من كتاب الامتحان احنا النهاردة هنبدأ بتاني صورة من صور تدخل فعل الجينات واللي هي الجينات المتكاملة كلمة جينات متكاملة يعني جينات بتتكامل مع بعضها وبتشترك مع بعضها علشان تظهر صفة معينة احنا خدنا قبل كده ان اي صفة رصية بيتحكم في ظهرها زوج واحد من الجينات يعني اتنين من الجينات جين من الاب وجين من الام ولو الجينات دول كان فيه منهم واحد سائد وواحد متناحي تبقى كده اسمها السيادة التمة طيب لو كان واحد منهم سائد والتاني سائد يعني محدش منه ما يسود على التاني في الحالة دي الاتنين بيشارقوا مع بعض في ظهور صفة جديدة ويبقى النمط ده اسمه انعدام السيادة لكن النهاردة في الجينات المتكملة اللي بيتحكم في ظهور الصفة هو زوجين من الجينات زوجين من الجينات يعني اربع جينات يعني الصفة علشان تظهر محتاجة اربع جينات والجينات دي بيكون في منها سائد ومتنحي والصفة السائدة علشان تظهر لازم زوجين مختلفين من الجينات السائدة يكونوا موجودين يعني مثلا لو عندنا الجين السائد هو A capital و B capital والجين المتنحي هنرمز له بالرمز A small و B small الصفة السائدة هنا مثلا اللون الكرموزي والصفة المتنحية مثلا هي اللون الأبيض أو علشان صفة اللون الكرموزي تظهر طبقا للجينات المتكملة لازم التركيب الجيني للنبات أو الكائن الحي عموما يكون فيه على الأقل جين واحد A capital وجين واحد B capital يعني لما رمز له بالرمز A capital A small B capital B small أو كده ده نبات كرموزي علشان اجتمع فيه جينين سائدين مختلفين وهما ال A capital و ال B capital ولكن مثلا لو نبات رمزه A capital A capital B small B small أو كده ده أبيض يعني بيحمل الصفة المتنحية ومش هيحمل الصفة السائدة إلا لما يكون فيه واحد من ال A capital مع واحد من ال B small لأ تاني كده علشان نفهم الموضوع ده أكتر ونطبع عليه مثلا في طوارس صفة لون الأزهار في نبات بسلة الظهور نخلي بالنا بسلة الظهور مش بازلاء خضر في نبات بسلة الظهور اللون الكرموزي للأزهار هو الصفة السائدة واللون الأبيض هو الصفة المتنحية وطالما احنا في جينات متكاملة يعني اللي بتحكم في ظهور صفة لون الأزهار هو زوجين من الجينات يعني أربع جينات وبكده نرمز للجينات السائدة بالرمز A capital أو B capital والجينات المتنحية A small و B small والصفة السائدة في بسلة الظهور هي اللون الكرموزي هو بقى علشان اللون الكرموزي ده يظهر في النبات لازم يحتوي على الأقل على اتنين من الجينات السائدة المختلفة يعني لازم يكون فيه A capital و B capital اللي اتنين مع بعض غير كده مش هتظهر صفة لون الأزهار الكرموزي يعني كده لما أقولك في نبات بسلة الظهور تركيبه الجيني A capital A capital B capital B capital كده أكيد لونه كرموزي لأن احنا معانا الجينين المختلفين سائدين ده بالأربعة كمان سائدين يعني كرموزي بالأربعة طيب نبات تاني تركيبه الجيني A capital B capital B small طالما فيه A capital و B capital يبقى كده كرموزي طيب نبات تاني خالص تركيبه الجيني A capital A small B capital B capital برضو طالما فيه A capital و B capital يبقى كده كرموزي طيب لو نبات رابع تركيبه الجيني A capital A small B capital B small قلنا برضو طالما موجود ال A capital و B capital يبقى كده الصفة السائدة هتظهر يعني برضو هيكون لونه كرموزي طيب لو في نبات تركيبه الجيني A capital A capital B small B small لا كده النبات ده هيكون لونه أبيض لأن احنا عندنا جين سائد واحد بس وهو ال A capital و طالما ما اجتمعش معه ال B capital يبقى كده الصفة السائدة مش هتظهر والصفة المتنحية هي اللي هتظهر طيب لو نبات تاني تركيبه الجيني A small A small B capital B capital خلاص كده احنا عرفنا الموضوع كده النبات ده هيكون لونه أبيض لأن الصفة المتنحية طيب لو نبات A small A small B capital B small برضو هيكون لونه أبيض طيب لو نبات A small A small B small B small لا ده كده أبيض بالأربعة طيب تعال كده ناخد الأمشاج أو الجاميطات الأمشاج هي الجاميطات الاثنين واحد من كل تركيب جيني احنا جبناه النبات اللي تركيبه الجيني 2 A capital 2 B capital الأمشاج اللي هناخدها منه طالما الاثنين A capital شبه بعض يعني احنا هنكتفي بواحد بس فهناخد منهم واحدة بس اللي هي A capital ومعنا 2 B capital اللي اتنين شبه بعض فبرضو هنكتفي بواحد بس يبقى B capital يبقى كده الأمشاج اللي هناخدها من النبات اللي تركيبه A capital A capital B capital B capital هي هتكون بنسبة 100% A capital B capital طيب النبات التاني اللي تركيبه 2 A capital وبعد كده B capital B small طالما اللي اتنين A capital اللي اتنين شبه بعض هناخد منهم A capital واحدة بس ومعنا B capital و B small يبقى كده هنمشي مرة ال A capital مع ال B capital وبعد كده مرة ال A capital مع ال B small فتبقى كده الأمشاج معنا A capital B capital بنسبة 50% و A capital B small بنسبة 50% طيب النبات التالت اللي تركيبه A capital A small B capital B capital كده هنمشي مرة ال A capital مرة مع ال B capital وبعد كده مرة ال A small برضه كمان مرة مع ال B capital يعني كده هنفصل على الأمشاج التالية ال A capital B capital بنسبة 50% وبعد كده ال A small B capital طيب اكتب معايا كده أمشاج النبات الرابع ده اللي هو تركيبه A capital A small B capital B small التركيب الجيني ده كده هيتطلع لنا أكتر أنواع الأمشاج اللي هما هيكون عددهم أربع يعني هيتطلع لنا أربع أنواع من الأمشاج ليه هيتطلع لنا أربع أنواع من الأمشاج لأن احنا معانا هنمشي A capital مرة مع ال B capital ومرة مع ال B small بعد كده رأخد ال A small نمشيها مرة مع ال B capital ومرة مع ال B small فتبقى كده تعالي نعد الأمشاج معانا أول أمشاك هتطلع معنا هي A capital B capital بعد كده A capital B small بعد كده A small B capital بعد كده A small B small فتبقى كده كل نوع من الأمشاك دول هيطلع معنا بنسبة 25% طيب نيجي بعد كده للنبات اللي تركيبه الجيني A capital A capital B small B small طالما معنا 2 A capital هنتفي بواحدة منهم ومعنا 2 B small برضو هنتفي بواحدة منهم فيبقى التركيب فيبقى الأمشاك اللي هتطلع معنا 100% A capital B small طيب والنبات اللي تركيبه A small A small B capital B capital كده الموضوع بقى سهل خلص بالنسبة لنا اللي همشاك هتطلع بنسبة 100% A small B capital طيب والنبات اللي تركيبه A capital A small واللي 2 B small نفس اللي عملناه قبل كده هنكتفي بواحدة بس B small B small B small يعني كده لونه أبيض معنا بالتاني تركيبه A small A small B capital B capital برضو هيكون لونه أبيض طالما ما اجتمعش فيه الجينين المختلفين بشكل ساهد وكده دول هيبهوا أباء الجيل الأول فانول مظليم بالرمز B1 اللي همشاك اللي هناخدهم منهم هتبقى من الأول A capital B small ومن الثاني A small B capital فاتطلع لنا أفراد الجيل الأول اللي رمزهم F1 كلها هيكون A capital A small B capital B small وبكده يبقى اللون كرمزي طالما اجتمع الجينين المختلفين السائدي نسيب أفراد الجيل الأول تلقح نفسها ذاتية فيبقوا كده أباء الجيل التاني وناخد الأمشاج منهم زي قانون من دلق التاني بالضبط أمشاج أحد الأباء في صف غفوقي وأمشاج الأب التاني في عمود رأسي فنمشي ال A capital مرة مع ال B capital وبعد كده مرة مع ال B small وبعد كده ناخد ال A small نمشيها مرة مع ال B capital وبعد كده نمشيها مرة مع ال B small فتطلع لنا العمشاج A capital B capital بعد كده A capital B small بعد كده A small B capital وآخر حاجة A small B small وعمشاج الأب التاني هتكون نفس النظام برضو A capital B capital A capital B small وA small B capital والآخر خالص هيكون A small B small ونبدأ نمشي عمشاج الصف الأفكي مع عمشاج العمود الرأسي ونشوف أفراد الجيل التاني ونعملهم في جدول فيبقى كده التركيب الجيني لأول فرض 2A capital و2B capital يعني لونه كرمزي الفرض التاني هيكون 2A capital B capital B small برضو هيكون لونه كرمزي فرض التالت A capital A small B capital B capital برضو لونه كرمزي الفرض الرابع هيكون A capital A small B capital B small برضو هيكون لونه كرمزي الصف اللي بعد كده الفرض الأول 2A capital B capital B small برضو لونه كرمزي الفرض اللي بعده 2A capital 2B small هنا بقى هيكون لونه أبيض اللي بعد كده A capital A small B capital B small لونه كرمزي واللي بعده A capital A small 2B small هيكون لونه أبيض الصف التالت أول فرض هيكون A capital A small B capital B capital يعني لونه كرمزي اللي بعده هيكون A capital A small B capital B small برضو لونه كرمزي اللي بعدها هيكون 2A small 2B capital هنا هيكون لونه أبيض اللي بعده هيكون 2A small B capitol B small يعني لونه أبيض آخر صف معنا اللي هو الصف الرابع هيكون A capitol A small B capitol B small الفرض اللي بعده A capitol A small 2B small يعني لونه أبيض الفرض اللي بعده 2A small B capitol B small لونه أبيض وآخر فرض 2A small 2B small يعني كده لونه أبيض كده احنا معانا 16 فرد في الجيل الثاني 9 منهم باللون الكرموزي و 7 منهم باللون الأبيض يعني نسبة أفراد الجيل الثاني 9 إلى 7 9 كرموزي و 7 أبيض اللي حصل معنا هو أن صفة لون الكرموزي اللي هي الصفة السائدة ظهرت في نباتات بسلة الظهور بسبب اجتماع جينين سايدين مختلفين وهم الهي كابتل والبي كابتل مع بعض لأن طبعا كل جين من الجينين السايدين بيشارك في إظهار الصفة السايدة بحيث أنه بتحكم كل واحد منهم في إنتاج إنزيم معين بيأثر في تكوين صبغة اللون الكرموزي وده بيدل على تكامل عمل الجينات مع بعضها طيب بناءنا على الجدول اللي قدامنا ده لو جيت وسألتك وقلت لك مين أفراد الجيل الثاني في نبات بسلة الظهور اللي بينتج أربع أنواع من الأمشاج بينتج أربع أنواع من الأمشاج يعني لازم يكون تركيبه هاجين يعني لازم يكون تركيبه A كابتل A سمول B كابتل B سمول علشان يقدر يدينا أربع أنواع من الأمشاج وبالتالي من 16 فرض اللي نتجين في الجيل الثاني مفيش منهم غير أربعة اللي تركيبهم A كابتل A سمول B كابتل B سمول واللي بيكون تركيبهم برضو مشابه لأباء الجيل الثاني واللي في نفس الوقت بيقدروا أن هما يكون لنا أربع أنواع من الأمشاج فتبقى نسبتهم أربعة على 16 بالنسبة للجينات المميتة أو الجينات القاتلة ودي عبارة عن جينات بتسبب موت الكائن ده لو كانت موجودة فيه بشكل نقي الجينات المميتة بتنقسم إلى جينات مميتة سائدة يعني بتسبب الموت لو كانت الجينات السائدة دي موجودة بشكل نقي زي مثلا جين لون الشعر الأصفر في الفقران أو جين سلالة البلدج في الأبكار والنوع الثاني من الجينات المميتة هي جينات المميتة المتنحية يعني بتسبب الموت لو اجتمعت الجينات المتنحية بشكل نقي زي جين غياب الكولوروفيل في نبات الدرة وجين العبه الطفولي في الإنسان بالنسبة لجين اللون الشعر الأصفر للفقران بيسود جين اللون الأصفر واللي رمزه Y كابتل على جين لون الشعر الرمادي واللي رمزه Y سمول وجين اللون الأصفر في الفقران من الجينات السائدة المميتة يعني لو اجتمع Y كابتل مع Y كابتل الفار هيموت في رحم أمه فدلوقتي لما يحصل تزاوب ما بين فار أصفر هجين يعني Y كابتل Y سمول مع فار تاني برضو أصفر هجين Y كابتل Y سمول الأمشاج اللي هناخدهم من الأبين هيكون معانا Y كابتل وY سمول من الأب والأب التاني هيكون Y كابتل برضو Y سمول هنمشي الأمشاج مع بعضها ومرة الواي كابتل مع الواي كابتل فيبقى كده معانا اثنين واي كابتل ويبقى كده الفرد ده أصفر نقي والفرد ده يموت بسبب تواجد الجينات السائدة بشكل نقي لان احنا كده معانا اجتمع الواي كابتل مع الواي كابتل ولون الشعر الأصفر من الجينات السائدة المميتة يعني طالما الجينات السائدة اجتمعوا مع بعضهم بشكل نقي هيؤدوا الى موت الفرد ده بعد كده نمشي بعيد ان امشج مع بعضها معانا الواي كابتل مع الوي سمول يبقى كده أصفر حاجين وبعد كده برضو وي كابتال مع وي سمول يبقى كده برضو أصفر حاجين وآخر حاجة وي سمول مع وي سمول يعني كده رمادي فتبع كده نسبة الأفراد 1 إلى 2 1 رمادي و2 أصفر مش هنحسب الفران الصفر النقية لأنها طبعا ماتت داخل الرحم وبكده تبقى نسبة الفران اللي هتموت في ربع وبكده تبقى نسبة الفران اللي ماتت هي ربع الأفراد يعني 25% وبتسوي برضو نفس عدد الفران اللي بيكون لونها رمادي وكده احنا معانا طروزين جينيين وهم الوي كابتال وي سمول والوي سمول وي سمول وكمان برضو معانا اتنين طروزين مظهريين وهم الرمادي والأصفر طيب لو سألتك وقلت لك نسبة الفاقت هتبقى كام من الفران لما يحصل تاجين مبين زكر أصفر وأنسة رمضية زكر أصفر يعني وي كابتال وي سمول واحد كده ييجي يقول لي طيب ليه ما يبقاش الأصفر وي كابتال وي كابتال هقول لك طبعا طالما الوي كابتال وي كابتال اجتمع مع بعض الشخص ده أصلا أو الفرد ده بيموت في رحم الأم فمعنى كده أن ما فيش فار تركيبه الجيني وي كابتال وي كابتال خالص فيبع كده الزكر الأصفر تركيبه الجيني وي كابتال وي سمول والأنسة رمضية يعني وي سمول وي سمول كده الأمشاج من الأب هتبقى وي كابتال وي سمول وهمشاج الأم اللي اتنين شبقى بعض يعني هناخد واحدة وي سمول بس والأفراط هتكون هنمشي الوي كابتال مع الوي سمول مرة فبقى كده معانا أصفر هجين تركيبه وي كابتال وي سمول وبعد كده الوي سمول مع الوي سمول يعني لونه رمضي يعني كده 50% أصفر هجين و50% رمضي وبالتالي كده نسبة الفاقد من الفران هتكون صف الحالة الثانية من حالات الجينيات السعيدة المميتة هي حالة أبقار البلدوك بيكون فيه سلالة أبقار اسمها ديكستر تركيبها الجيني ديكابتال ديسمول لما يحصل تزاوج ما بين زكر ديكستر ديكابتال ديسمول مع عونسة برضو ديكستر ديكابتال ديسمول كده الأمشاك هتكون من الزكر مرة ديكابتال ومرة ديسمول والأم كذلك مرة ديكابتال وبردو ديسمول الأفراط هنجيبها ازاي عن طريق نحن نمشي الأمشاك مع بعضها فلما نمشي ديكابتال مع ديكابتال يطلع لنا فرض اثنين d-capital وبعد كده d-capital مع d-small وبعد كده برضه اثنين d-capital مع d-small واخر حاجة d-small مع d-small الفرض اللي بيكون فيه اثنين d-capital الفرض ده اسمه bulldog والفرض ده بيموت برضه في رحم الام بعد كده الفرضين ان هم d-capital d-small دول كده دكستر زي ينبين بالزبط واخر الفرض انه هو d-small d-small ده بيكون نوع اسمه carry كده احنا بنستنتج ان احنا معنا طرزين جينيين وهم دي كابتان دي سمول ودي سمول دي سمول وبرضه كمان معنا طرزين مظهريين وهم الدكستر والكيري نيجي بعد كده للجينات المميتة المتنحية واول حاجة معنا وهي هو راسة صفد غياب الكولوروفيل في نبات الدرة الكولوروفيل هي صبغة لونه اخضر بتدي للنبات لونه الاخضر وبتمتص الضوء اللازم للنبات علشان يقدر انه يقوم بعملية البناء الضوي علشان يقدر من خلاله يكون الجلوكوز للنبات انه هو الغزاء يعني النبات لو ما عندهش كولوروفيل لونه هيصفر وهيموت لانه مش هيقدر يعمل بناء الضوي الجين المسؤول عن تكوين الكولوروفيل هو السي كابتان لما يكون موجود في النبات النبات بيقدر انه يكون الكولوروفيل ويقدر انه كده يمتص الضوء ويقوم بعملية البناء الضوي لكن لو نبات فيه اتنين سي سمول يعني سي سمول وسي سمول كده دي حالة وجود جينات متنحية والحالة دي بتسبب غياب الكولوروفيل وبالتالي بيسبب موت النبات فتبقى كده جينات متنحية مميدة فلما يحصلت عجين ما بين نبات دورة أخضر عجين يعني سي كابتل سي سمول مع نبات دورة أخضر برضو عجين سي كابتل سي سمول الأمشاك هتكون من الأب مرة سي كابتل ومرة سي سمول والأب التاني برضو كذلك سي كابتل وسي سمول نيجي بعدك هنشوفي الأفراد لما نمشي السي كابتل مع السي كابتل هيكون لنا نبات فيه اتنين سي كابتل وده نبات بيكون أخضر نقي والنبات التانية هيكون سي كابتل وسي سمول وبرضو النبات اللي بعده سي كابتل سي سمول ودي برضو نباتات خضرة ولكن هجين وبرضو هتعيش لأنها كده هتقدر أن هي تكون الكولوروفيل إنما آخر نبات هيكون فيه 2C small وبالتالي هو مش هيقدر يكون الكولوروفيل فالنبات ده هيسبل وهيموت وتبع كده نسبة الفاقت 25% ونسبة النباتات اللي هتعيش 75% وعلشان نقدر نحن نتجنب الفاقت في نبات الدرة احنا ممكن نهجن نباتين نقيين في صفة سايدة يعني النباتين يكون C capital C capital والتاني برضو C capital C capital وفي الحالة دي كل الأفراد هيكون فيهم C capital يعني هنتجنب فاقت اي نبات او ممكن ان احنا نجيب نباتين واحد منهم بيكون نقي في الصفة السايدة يعني C capital C capital والتاني بيكون وجين يعني C capital C small برضو الأفراد كلهم هيطلع فيهم C capital واحدة على الأقل وبالتالي برضو هنقدر ان احنا نتجنب الفاقت وكمان بنستنتج في الجينات المتنحية المميتة ان احنا بيكون عند لها 2 طرزين جينيين وهما C capital C capital و C capital C small ولكن الطرز المظهري بيكون واحد بس وهو اللون الأغضر والمثال التاني على الجينات المتنحية المميتة وهي حالة العتعي الطفولي اللي بيحصل لما بيكتمع زوج من الجينات المتنحية اللي هو A small و A small فلما بيحصل تزوج ما بين رجل و امرأة كل واحد منهم عنده الجين بشكل هجين يعني مثلا A capital A small مع برضو A capital A small اللي مشاجل ان اخدها من الأب هتبقى A capital و A small والأم برضو كذلك A capital و A small فتبقى الأفراد أول فرد معنا هناخد الاتنين A capital من الأب والأم والفرد التاني A capital A small والتالت برضو A capital A small انما الفرد الرابع هيكون A small A small وده الفرد اللي هيكون عنده العتعي الطفولي والله يموت بعد كده واللي نسبته بتكون 25% انما التلت أفراد التانين اللي نسبتهم 75% بيغيشوا طبيعي عادي خلص برضو كمان هنا منستنتك ان الطرز الجيني اتنين وهم الA capital A capital او الA capital A small والطرز المظهري الناتج في الأفراد هو واحد بس يعني كل الأفراد بتكون سليمة يعني كده نسبة يعني كده حنا بنستنتج ان النسبة ما بين عدد الطرز المظهرية للأفراد الناتجة في حالة الجينات المميتة السائدة كانوا اتنين وعدد الطرز المظهرية للأفراد الناتجة في حالة الجينات المميتة المتنحية واحد يعني كده النسبة اتنين الى واحد وبكده نبقى خلصنا الدرس الرابع من دروس مادة الحياة الترمي التاني سنأولى سنوي لو عجبكم الفيديو وتنسيش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين العلماء لما اكتشفوا الكرونسمات الجنسية في خلايا الزكر والعنسة فهموا ان اللي بيحدد نوع الجنين سواء كان ولد او بنت هو الراجل مش الست طيب تعال نجيبي الموضوع من اوله ونفهم ليه الدرس ده بعنوان تحديد الجنس في الانسان والحالات الكرونسمية الشازة في الانسان من شرح احياء اولى سنوي في الدرس الاول عرفنا النظرية الكرونسمية وعرفنا ان الجسم بيتكون من خلايا الخلايا دي في منها نوعين خلايا جسدية او خلايا جسمية ودي اي خلية بتدخل في تكوين الجسم زي المعدة والكبد والجلد وحتى برضو الخصية في الزكر والمبيض في الانسة خلايا جسدية والنوع التالي من الخلايا وهي الخلايا الجنسية او الامشاج واللي اسمع برضو الجاميطات ودي الخلايا اللي بيكونها جنس معين يعني في الزكر بيكون في الحيوانات المنوية وفي الانسة بتكون في البيضات الخلايا بشكل عام بتتكون من جشاء وسيتوبلازم وعضيات ونواة وهكذا النواة دي بيكون هوها الكروموسومات الكروموسومات دي بقى هي اللي عليها كل المعلومات بتاعة الشخص ده من خلال الجينات اللي بتحملها عليها كل المعلومات زي لون الشعر والعين والطول واي حاجة بتخص الجسد ومعلومات الجسد فبنقول عليها الكروموسومات الجسدية وبرضو بيكون فيه كروموسومات عليها معلومات الجنس بتحدد لنا النوع سواء كان ذكر ولا أنسة والكروموسومات دي اللي هي X أو Y وبيكون اسمها الكروموسومات الجنسية عايزين بس نميز ما بين الخلايا الجنسية والجسدية والكروموسومات الجنسية والجسدية الخلايا الجسدية بتحتوي على اتنين نون يعني ستة واربعين كروموسوم اربع واربعين منهم بيكونوا كروموسومات جسدية واثنين بيكونوا كروموسومات جنسية يعني اربع واربعين كروموسومات بيحملوا الصفات الجسدية واثنين كروموسومين اتنين بيحملوا الصفات الجنسية اللي بتحدد لنا نوع الجنس سواء كان زكر ولا انسى وبالتالي لما نمسك خلية جلد مثلا في زكر جلد يعني خلية جسدية يعني فيها 46 كروموسوم وطالما في زكر يبقى بتحتوي على 44 كروموسوم جسدي زايد X و Y اللي هي الكروموسومات الجنسية واللي بتعرفنا ان ده زكر مش انسى طب لو قلتلك هتلي التركيب الصبغي لخلية معدة الانسى خلية معدة الانسى يعني خلية جسدية يعني بيكون فيها 46 كروموسوم 44 كروموسوم جسدي وطالما دي انسى يبقى فيها اتنين كروموسوميين جنسيين وهم X والX وكذا وبكذا احنا استنتجنا ان الكروموسومات الجسدية بتكون متشابهة في الزكر والانسى انما اللي بيختلف ما بين الزكر والانسى هي الكروموسومات الجنسية انما النوع التاني من الخلايا وهي الخلايا الجنسية بتحتوي على نون بس يعني مجموعة صبغية واحدة يعني 23 كروموسوم بينقسموا الى 22 كروموسوم جسدي زاية كروموسوم واحد جنسي يعني مثلا البويضة دي بيكون فيها 23 كروموسوم 22 كروموسوم جسدي وطالما هي بويضة يبقى فيها الكروموسوم الجنسي اللي هو X والكروموسوم الجنسي X بيكون ثابت في اي بويضة والحيوان المنوي خلية جنسية يعني بيكون فيه 23 كروموسوم 22 كروموسوم جسدي زاية كروموسوم جنسي لحد هنا ونبدأ نميز الكروموسوم الجنسي في الحيوان المنوي ممكن يكون X وممكن يكون Y والطفل او الجنين بيتكون نتيجة اتحاد الحيوان المنوي مع البويضة فلما يبقى معنا حيوان منوي فيه 22 22 زاية X مع بويضة 22 زاية X الجنين كده هيكون 44 زاية XX فيبقى كده انسى انما لما يبقى فيه حيوان منوي فيه 22 زاية Y مع بويضة 22 زاية X يبقى كده الجنين 44 زاية XY ويبقى كده النوع ذاكر تعالوا بقى نفرق ما بين الكروموسوم X والكروموسوم Y الكروموسوم X بيكون اكبر في الحجل وبالتالي بيحتوي على عدد جينات اكتر انما الكروموسوم Y بيكون اصغر في الحجل وبالتالي عدد الجينات اللي بتكون فيه اقل من حيث الحركة الكروموسوم X طالما اكبر بيكون ابطأ في الحركة على عكس الكروموسوم Y الصغير اللي بيكون اسرع في الحركة الكروموسوم X بيتواجد في جميع الخلايا الجسدية سواء كانت في الزكر او الانسى علشان كده اسمه كروموسوم الحياة يعني الكائن اللي مفووش الكروموسوم X بيموت لان الكروموسوم X هو كروموسوم الحياة انما الكروموسوم Y بيكون موجود في جميع الخلايا الجسدية في الزكر فقط علشان كده اسمه الكرموسوم المحدد للجنس الكرموسوم X بيكون موجود في كل البوايدات يعني أي بوايدة بيكون فيها الكرموسوم X لأنها بتحتوي على 22 زايد X لكن Y مش بيكون موجود في كل الأمشاك المذكرة لأن الحيوان الملويد ممكن يكون 22 زايد X وممكن يكون 22 زايد Y كمان الكرموسوم X بيختلف عن الكرموسوم Y في نوع الجينات اللي في كل واحد منه بمعنى أن الكرموسوم X عليه جينات الجينات دي هي شفرة لمجموعة من الهرمونات الهرمونات دي هي اللي بتكون المبيض في الأنسة والكلام ده بيحصل بعد مرور 12 أسبوع من الحم يعني حوالي 3 شهوق إنما الكرموسوم Y بيكون هرمونات والهرمونات دي هي المسؤولة عن تكوين الخسيطين في الزكر وده بيحصل خلال 6 أسابيع من الحمل يعني حوالي شهر ونص وبكده إحنا ما بنقدرش نحدد نوع الجنين إلا بعد مروف 3 شهور من الحمل علشان نعرف نميز الخسيطين عن المبيضين نيجي بعد كده للعنوان التاني اللي معاله وهو الحالات الكرموسومية الشازة في الإنسان بص تعالى كده نرجع خطوة وراء علشان نفهم أكتر الأمشاج اللي هي البويضة والحيوان المنوي بتتكون من الانقصام الميوزي لخلايا المناسب يعني في الزكر خلايا الخسية إن هي خلايا جسدية فيها 2 نون يعني 46 كرموسوم يعني 44 كرموسوم جسد زائد X و Y بتنقسم بانقصام ميوزي فبتكون لنا حيوانات منوية فيها نون بس يعني 23 كرموسوم بس والحيوان المنوي ممكن يكون 22 زائد Y أو 22 زائد X وفي الأنسة كذلك برضو خلايا المبيض اللي هو 2 نون اللي بيكون فيه 46 كرموسوم يعني 44 زائد X و X بتنقسم بانقصام ميوزي فبتدينا نوع واحد من الأمشاج على عكس الزكر اللي بدينا نوعين من الأمشاج والنوع الأمشاج اللي هو البويضة والبويضة بتحتوي على 23 كرموسوم اللي هما 22 كرموسوم جسدي زائد الكرموسوم X الكلام ده هو الطبيعي اللي بيحصل في أي انقصام ميوزي فبتكون لها الأفراد بشكل طبيعي إنما الكرموسومات لما بتتوزع بشكل غير متساوي أثناء تكوين الأمشاج دي بسبب مثلا إن الكرموسومات دي ما بتنفصلش عن بعضها وبتفضل مسكة بعضها فبتكون أمشاج غير طبيعية سواء كان فيها كرموسومات زيادة أو فيها عدد أليل من الكرموسومات فبتتكون الحالات الكرموسومية الشازة نتيجة الأمشاج الشازة اللي تكونت دي زي مثلا أول حالة معنا وهي حالة كلين فيلتر اللي اكتشفها دكتور كلين فيلتر ودي حالة بتحصل بسبب إغصاب ويضة شازة بيكون فيها 22 كرموسوم زياد X و X مع حيوان منوي بيكون فيه 22 كرموسوم زياد Y والحيوان المنوي طبعا طبيعي فبتكون لنا فرض فيه 44 كرموسوم زياد X X و Y وطبعا كده دي حالة شازة لأن الطبيعي يئم 44 زياد X و X أو 44 زياد X و Y والجنين ده بيكون زاكر بسبب وجود الكرموسوم Y وبكده الخلايا بيكون فيها 47 كرموسوم بدلا من 46 كرموسوم والحالة دي اسمها زاكر كلين فيلتر وزاكر كلين فيلتر بيكون عقيم بسبب غياب الخلايا اللي بتكون الحيوانات المنوية عمد الزاكر وكمان بيظهر عليه بعض صفات الأنسة زي مثلا نمو وحجم السديين وده طبعا بسبب وجود الكرموسوم X بشكل زايد عن الحد فبيحصل خلال في الهيرمونات الجنسية لأن طبعا الجينات اللي بتكون موجودة على الكرموسوم X بتعبر عن نفسها وطبعا في الحالة دي بيكون عندنا 2X يعني الجينات أكتر هتعبر عن نفسها بدرجة أكبر الحالة التانية وهي حالة تيرنر ودي اللي اكتشافها دكتور تيرنر والحالة دي بتحصل بسبب إخصاب بويضة شازة بيكون فيها 22 كرموسوم جسدي زايد صفر كرموسوم جنسي مع حيوان منو طبيعي 22 كرموسوم جسدي زايد X فبتكون لنا فرض فيه 44 كرموسوم زايد صفر و X وطبعا دي بتكون أنسة لأن ما فيش الكرموسوم Y وبكده عدد الكرموسومات كلها 45 كرموسوم اللي أمه 44 كرموسوم زايد X ودي بتكون أنسة مش بتوصل لمرحلة البلوغ بسبب إن ما فيش كمية كافية من الهرمونات وكمان في بعض العيو الخلقية في القلب والكلة وبتكون كصيرة الكاما وبكده نستنتج إن المشترك ما بين زاكر كليم فينتر وأنسة تيرنر هو عدد الكرموسومات الجسدية هنا 44 وهنا برضو 44 لكن بيختلفوا عن بعض في عدد الكرموسومات الجنسية وبالتالي في عدد الكرموسومات كلها في زاكر كليم فينتر عندنا 47 كرموسوم إنما في أنسة تيرنر عندنا 45 كرموسوم طيب لو حصل إغصاب ما بين بوايدة شزة فيها 22 كرموسوم جسدي زايد صفر مع حيوان منوى فيه 22 كرموسوم زايد Y في الحالة دي هيكون عندنا 44 كرموسوم زايد صفر و Y لا مش هيتكون أصلا بسبب غياب الكرموسوم X واللي احنا قلنا عليه اسمه كرموسوم الحياة نيجي بعد كده للحالة الثالثة وهي مدرزم الدول اللي اكتشفها الدكتور داون ومتلازمة داون سببها هو إغصاب مشيق طبيعي بمشيق تاني شاز سواء كان حيوان منوي أو بوايدة المشيق الشاز بيكون سليم في الكرموسومات الجنسية ولكن المشكلة في الكرموسومات الجسدية الكرموسوم الجسدي رقم 21 بدل ما بيكون فرض واحد بس بيكون اتنين وبالتالي كده بعد الإغصاب ما بين البوايدة والحيوان المنوي بيتكون لنا شخص عنده 47 كرموسوم 45 كرموسوم جسدي زايد X و Y لو هو زكر أو 45 كرموسوم جسدي زايد X و X لو هي أنسة يعني كده سبب متلازمة داون هو وجود 3 نسخ من الكرموسوم رقم 21 طيب ليه متلازمة داون في منها زكر و أنسة؟ مع أن كليم فينتر في منه زكر بس و تيرنر بيكون في منها أنسة فقط السبب طبعا لأن متلازمة داون مشكلتها في الكرموسومات الجسدية و ليست الكرموسومات الجنسية وبالتالي المشكلة بتكون مشكلة جسدية و ليست مشكلة جنسية فبيكون في الجنسيين طبيعي عادي خالص الزكر و الأنسة إنما المشاكل بتكون في الجسد فقط على عكس كليم فينتر و تيرنر مشكلتهم بتكون في الكرموسومات الجنسية فيبقى في منها نوع واحد بس سواء كان زكر أو أنسة أعراض متلازمة داون هو تأخر النمو و تأخر الفهم و بيكون في وجه بيضاوي و قصر القامة و مؤخرة الرأس بتكون مسطحة و قصر أصابع القدمين و اليدين و صغر الأزن و تحدق و ضيق العيون كمان برضو بيكون في حالة كرموسومية شزة اسمها التضاعف الجنسي بيكون سببها اقصاب ويدة شزة فيها 22 كرموسوم جسدي زاعد X و X بحيوان ما لو طبيعي فيه 22 كرموسوم جسدي زاعد X فبيكون التركيب الصبغ للفرض الناتج 44 كرموسوم جسدي زاعد 3 X و دي حالة كرموسومية شزة اسمها التضاعف الجنسي الكرومسومات في منع نعيم كرومسومات جسدية وكرومسومات جنسية الكرومسومات الجسدية اسمها جسدية لأنها بتحمل الجينات المسؤولة عن الصفات الجسدية زي مثلا الطول والأسر ولون الشعر وفصال الدم وغيرها من الصفات الجسدية إنما الكرومسومات الجنسية هي الكرومسومات اللي عليها الجينات الخاصة بالجنس وهي الكرومسوم X والكرومسوم Y الزكر بيكون فيه X و Y والأسر بيكون فيها 2X المفروض بقى إحنا النهاردة هنعرف أن فيه صفات جسدية جيناتها بتكون موجودة على الكرومسومات الجنسية الصفات دي اسمها الصفات المرتبطة بالجنس ومن الأمثلة على الصفات المرتبطة بالجنس صفة لون العيون في حشرة الدروسوفيلا اللي اكتشف الصفة دي كان العالم توماس مورجان لاحظ أن الجينات المسؤولة عن صفة لون العيون في حشرة الدروسوفيلا بتكون موجودة على الكروموسومات الجنسية بالرغم من أن صفة لون العيون هي صفة جسدية وبالتالي أطلق على الصفة دي صفة مرتبطة بالجنس وبرضو من أمثلة الصفات المرتبطة بالجنس في الإنسان مرض عمل ألوان ومرض الهيموفيليا اللي هو سيولة الدم اللي هو شخص اللي بحصل له جرح بسيط دمه بيسين بسرعة بشكل غير طبيعي وكمان قصر النظر ودمور العضلات لون العيون في حشرة الدروسوفيلا ممكن يكون أحمر فبنرمز له بالرمز R capital يعني كده جين سائد واللون الثاني وهو اللون الأبيض وبنرمز له بالرمز R small يعني كده جين متنحي يعني احنا كده معانا R capital بيعبر عن اللون الأحمر اللي هي الصفة السائدة وR small بيعبر عن اللون الأبيض اللي هي الصفة المتنحية الجين المسكول عن لون العيون سواء كان R capital أو R small بيكون موجود على الكروموسومات الجنسية مش الكروموسومات الجسدية منرغم طبعا من إننا قلنا إن دي صفة جسدية والجين R capital أو R small بيكون موجود بس على الكروموسوم X إنما الكروموسوم Y مش بيحتوي على أي جين لصفة لون العيون فمثلا لما أقول لك إن في حشرة عندها 2X يعني كده تبقى أنسة طيب لما أقول لك إن الكروموسوم X الأول عليه جين R capital والكروموسوم X التاني برضو عليه R capital يبقى كده معانا 2X وكل كروموسوم منهم عليه R capital يعني كده أنسة لون عيونها حمراء بشكل نقي طيب لو حشرة عندها 2X كده فهمنا إن هي أنسة الكروموسوم X الأول عليه R small والكروموسوم X التاني برضو عليه R small يبقى كده معانا 2X كل واحد منهم عليه R small فكده أنسة لون عيونها أبيض وطبعا بشكل نقي لأن اللون الأبيض صفة متنحية طيب لو قلت لك إن في حشرة 2X يعني كده أنسة الكروموسوم X الأول عليه R capital والكروموسوم X التاني عليه R small يعني كده معانا 2X X الأول عليه R capital وX التاني عليه R small تبقى كده أنسة لون عيونها حمراء بشكل هاجي طب لو قلت لك حشرة عندها XY كده يبقى ذكر الكروموسوم X عليه R capital وطبعا الكروموسوم Y قلنا إنه مش بيحمل أي جينات فيبقى كده معانا XY وX عليه R capital يعني كده ذكر لون عيونه حمراء طيب لو حشرة XY وX عليه R small كده خلاص عرفنا إن ده ذكر وطالما R small يعني كده لون عيونه أبيض العالم توماس مورجان عمل تهجين لذكر أبيض العين يعني XY وX عليه R small مع أنسة حمراء العين نقية يعني كده 2X طالما أنسة وطالما حمراء نقية يعني كده كل واحد منهم عليه R capital يعني إحنا كده معانا 2X وكل X عليه R capital دول الأباء فبنرمز لهم بالرمز B ناخد منهم الأمشاك يعني نرمز لها بالرمز G الزكر هناخد منه مرة X عليه R small ومرة Y والأنسة طالما الاتنين شبع بعض يبقى ناخد واحدة بس X عليه R capital فبقى كده الأفراد اللي هتطلع كالقاتي نمشي الأكس اللي عليها R small مع الأكس اللي عليها R capital فيطلع لها 2X يعني كده أنسة عليها R capital وR small يعني كده أنسة عيونها حمراء بشكل هجيء والاحتمال التاني أن احنا ناخد Y من الزكر مع X من الأنسة اللي عليها R capital فيبقى كده معانا X عليه R capital وY يعني كده الزكر عيونه حمراء عمل بعد كده تهجين تاني لأفراد الجيل الأول فبقوا هم أباء الجيل التاني فيبقى كده معانا أباء الجيل التاني X وX X الأول عليها R capital والتاني عليه R small يعني كده أنسة حمراء بشكل هجيء مع X وY والX عليها R capital يعني كده زكر أحمر العيون العمشاك هتبقى كالتالي من الأنسة هناخد X مرة عليها R capital وX مرة عليها R smooth ومن الزكر هناخد X عليها R capital وناخد Y فيبقى كده أفراد الجيل التاني كالأتي أول حاجة معانا اتنين X وكل واحدة منهم عليها R capital فبقى كده أنسة حمراء العيون بشكل نقل بعد كده ناخد X عليها R capital مع Y يعني كده زكر أحمر العيون الاحتمال اللي بعد كده اتنين X الاكس الاولى عليها R capital والاكس التاني عليها R small يعني كده أنسة حمراء العيون بشكل هجيء وآخر احتمال معانا هو X R small وبعد كده Y يعني كده زكر أبيض العيون توماس مورجان كان ممكن أنه يعتبر صفة لون العيون في حشرة دروسوفيلا هي صفة مندلية على اعتبار أنه بيكون معانا جين سايد اللي هو R capital وجين متنحي اللي هو R sumo وكمان استنتج أن أفراد الجيل الأول كانت الصفة السايدة اللي هي لون العيون الحمراء بنسبة 100% فكل ده بيأكد له أن الصفة دي هي صفة مندلية وكمان أفراد الجيل الثاني بتحمل الصفاتين السايدة والمتنحية يعني الصفة السايدة اللي هي لون العيون الحمراء والصفة المتنحية لون العيون البيضة بنسبة 3 إلى 1 يعني 75 إلى 25% على الترتيب وده نفس اللي بيحصل في الصفات المندلية ولكنه هو لاحظ أن ربع الجيل الثاني يعني حوالي 25% كان بيحمل الصفة المتنحية اللي هي لون العيون البيضة جميعه من الزقوق لذلك اعتبر مرجا أن صفة لون عيون حشرة الدروسوفيلة هي صفة مرتبطة بالجنس بحيث أن جنات الصفة دي بيكون موجود على الكروموسوم X ومش موجود على الكروموسوم Y وده اللي أثبتناه من خلال التزاوج اللي إحنا لسه عامليله طيب لو جبت لك مثال تاني وجيت أقول لك مثلا إيه ناتج تهجين ذكر دروسوفيلة أحمر العيون مع أنسى بيضاء العيون طالما قلت لك ذكر أحمر العيون يعني كده طالما ذكر X Y وأحمر العيون يعني X عليها R مع أنسى بيضاء العيون طالما أنسى يبقى كده 2X وطالما بيضاء العيون يعني الصفة المترحية يعني كده عليها R صمول وR صمول كده جبنا التركيب الجيني بتاع الأباء تعال ناخد الأمشاك بالنسبة للذكر هناخد منه X عليها R وهناخد منه W وبالنسبة للأنسى طالما الاتنين شبع بعض هناخد X وعليها R صمول الأفراد هتبقى كالأتي أول فرد معانا هو 2X يعني كده أنسى X الأولى عليها R كابتل وX الثاني عليها R صمول يعني كده أنسى حمراء العيون بشكل هجيء والفرد الثاني هو X وY والX عليها R صمول يعني كده ذكر أبيض العيون فيبقى كده أفراد الجيل الأول 50% لـ 50% 50% أبيض لـ 50% أحمر هنبدأ ناخد أفراد الجيل الأول ونهجنهم مع بعض فيبقى هم أباء الجيل الثاني فيبقى كده معانا التركيب الجيل اللي أبقى الجيل الثاني X و X يعني أنسى R كابتل R صمول يعني كده أنسى حمراء العيون هجين معها X و Y والX عليها R صمول يعني كده ذكر أبيض العيون الأمشاج من الثاني الأمشاج من الثكر هتبقى X عليها R صمول و Y والأمشاج بتاعة الأنسى هتبقى X عليها R كابتل و X عليها R صمول نبدأ نجيب الأفراد زي ما احنا متعودين أول فرد معانا يكون 2X R كابتل و R صمول يعني كده أنسى حمراء العيون هجين الفرد الثاني معانا هو XX يعني كده أنسى R صمول R صمول يعني كده أنسى بيضاء العيون الفرد الثاني معانا X و Y يعني كده ذكر والX عليها R كابتل يعني كده ذكر أحمر العيون والفرد الرابع والأخير هو كده XY يعني كده ذكر والX عليها R صمول يعني كده ذكر أبيض العيون فكده بنستنتج أن النسبة 25%-25%-25%-25% يعني واحد لواحد 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 واحد ذكر أبيض العيون لواحد ذكر أحمر العيون واحد أنسى بيضاء العيون لواحد أنسى حمراء العيون نيجي بعد كده للصفات المرتبطة بالجنس في الإنسان الكرموسوم X الجنسي بيكون مسؤول عن مجموعة من الصفات الجسدية زي عمل ألوان وكسر النظر والهيموفيلية اللي هي سيولة الدم وضمور العضلات واللي بتحكم في حالة عمل ألوان هو جين متنحي بنرمز له بالرمز C-Smooth بيكون موجود بس على الكرموسوم X يعني مثلا لو شفص XY يعني كده زكر X عليها C-Smooth يعني كده XY والX عليها C-Smooth فيبقى كده زكر مصاب عمل الألوان إنما لو كانت X عليها C-Smooth يعني XY والX عليها C-Smooth فيبقى كده زكر سليل وكذلك الأنسة الأنسة عندها 2X فلو اللي 2X عليهم 2C فتبقى كده أنسة سليمة 100% إنما لو اللي 2X واحدة عليها C-Smooth واحدة عليها C-Smooth فيبقى كده أنسة سليمة بس عندها جين عمل ألوان أنسة سليمة لأن الجين المتحكم في عمل ألوان هو جين متنحي وعلشان يظهر نفسه لازم يكون موجود بشكل مقي وآخر احتمال معانا للأنسة لو كانت 2X عليهم 2C-Smooth فيبقى كده الجين المتنحي موجود فيقدر يعبر عن نفسه يعني كده أنسة مصابة بعمى الألوان فلما يحصل تزاوج ما بين أب مصاب يعني XY والX عليها C-Smooth مع أم سليمة يعني 2X وال2X عليهم C-Smooth فالأمشاج اللي هناخدها من الأب هتبقى X عليها C-Smooth والواش وأمشاج الأم طالما الاثنين شبه بعض يبقى X عليها C-Smooth الأفراد عرفنا طبعا بنجيب الأفراد إزاي هنبدأ أن احنا نمشيهم مع بعض يبقى كده أول فرد معانا هو 2X والX الأولى عليها C-Smooth والX الثانية عليها C-Smooth فتبقى كده أنسة علشان خاطر الاثنين X الموجودين وتبقى الأنسة دي سليمة ولكن حاملة لجين المرض والفرد الثاني وهو XY يعني ذكر والX على أسي كابتل فتبقى كده ذكر سليم وبكده بنستنتج أن الأب اللي عنده الصفة دي بيورسها لأبناءه البنات ومش بيورسها لأبناءه الزكور زي ما نحظنا من التزاوج اللي فات ده تعالا كده نشوف برضو كمان مثال لو قلتلك حصل تزاوج ما بين رجل مصاب بعمل ألوان من امرأة عاملة لجين المرض ما هو الطرز الجيني والمظهري للأبناء بص طالما رجل مصاب بعمل ألوان يعني كده XY والX عليها C سمول من امرأة حاملة للجين يعني كده هي سليمة بس حاملة للجين يعني اتنين X والX اللي أول عليها C سمول يبقى كده التركيب الجيني بتاعي الأباء نبدأ ناخد الأمشاج من الأب هناخد الX مرة عليها C سمول وبعد كده ناخد الوا والأوم هناخد مرة X عليها C سمول وبعد كده X عليها C سمول نبدأ نمشيهم مع بعض ونجيب الأفراد الفرض الأول معنا هيبقى 2X سي كابتل C سمول يعني كده أنسة حاملة للجيني المرض بس أنسة سليمة الفرض الثالث هيكون XY والX عليها C سمول يعني كده ذكر سليم والفرض الثالث هيكون 2X يعني أنسة C سمول يعني كده أنسة مصابة والفرض الرابع والأخيرة وX وY والX عليها C سمول يعني كده ذكر مصاب الحالة اللي بعد كده معنا هي حالة الهيموفيليا اللي معروفة باسم سيولت الدم واللي بتحكم في الحالة دي هو جين متنحي بنوزله بالرمز H-small بيكون موجود على الكرموسوم X مرض الهيموفيليا بيسبب الموت خصوصا في مرحلة الطفولة فلما يحصل تزاوج ما بين رجل سليم يعني XY والX عليها H-capital مع أنسة سليمة ولكن حاملة لجين المرض يعني اتنين X والX اللي قول عليها H-capital والتاني هيكون عليها H-small نبدأ أن احنا ناخد الأمشاج أمشاج الزكرة تبقى X عليها H-capital وY وأمشاج الأنسة تبقى X مرة عليها H-capital وX مرة عليها H-small الفرض الأول معنا هيكون XX وكل واحدة منهم عليها H-capital فتبقى كده أنسة سليمة والفرض التاني هيكون X و Y وX الأول على H-capital فيبقى كده ذكر سليم الفرض التالت معنا هيكون X و X يعني كده أنسة وX الأول على H-capital وX التاني عليها H-small فتبقى كده أنسة سليمة ولكن حاملة لجين المرض والفرض الرابع معنا هيكون X و Y يعني كده ذكر والX على H-small فيبقى كده ذكر مصاب وبالتالي كده إحنا بنستنتج أن الصفات المرتبطة بالجنسي زي عمل ألواني والهيموفيلية بتكون أكثر انتشاراً ما بين الزكور عن الإنس لأن في الزكور بيتم تمثيل المرض بجين واحد بس لأن طبعاً الكروموسوم الجنسي Y مش بيحمل أي جينات لصفة عماء الألوان أو الهيموفيلية وفي الإنس بيتم التعبير عن المرض بزوجين من الجينات لأن طبعاً الأنسة بيكون عندها الـ 2X والـ 2X بيكل واحد منهم بيشيل جين وبالتالي نسبة المرض في الزكور بتكون 50% إنما نسبة المرض في الإنس بتكون حوالي تقريباً 33% وكسر صغير يعني نسبة المرض في الزكور بتكون أكثر من الإنس وبنلاحظ برضو إن الزكر بيورس الصفة لأحفاده والذكور عن طريق أبناءه لناس ومش بيقدر يورس الصفة لأبناءه الزكور والأنسة بتورس جينات الصفة لأبناءها الزكور ولناس عادي بعد ما خلصنا الصفات المرتبطة بالجنس وفاهمناها كويس جد الوقت يدور الصفات المتأثرة بالجنس الصفات المتأثرة بالجنس هي صفات جسدية عادي خالص زي أي صفة جسدية زي مثلاً الطول والأسر لون الشعر جينات الصفات دي بتكون موجودة على الكروموسومات الجسدية في نواة الخلية يعني مش بتكون موجودة على الكروموسومات الجنسية زي الصفات المرتبطة بالجنس بس الفكرة إن جينات الصفات دي بتتأثر بالهرمونات الجنسية سواء كانت الهرمونات الجنسية في الزكر أو الهرمونات الجنسية في الأنسة ومن أشهر الأمثلة على الصفات المتأثرة بالجنس هي صفة الصلع الوراصي في الإنسان وبرضو صفة القرون في بعض عنواع بالنسبة لصفة الصلع الوراسي في الإنسان اللي بتحكم في ظهور الصفة دي هو جين سائد بنرمزه بالرمز بي نوجب الجين ده بيكون مسؤول عن تساقط الشعر أو الرغم من أنه جين بيكون موجود على كرموسوم جسدي إلا أنه بيتأثر بهرمون الزكورة واللي بيكون معروف باسم هرمون التستسترون صفة الصلع بنرمز لها بالرمز بي فلو الجين موجود بنرمز له بالرمز بي موجب إنما لو الجين مش موجود بنرمز له بالرمز بي بس فلو فيه زكر عنده جين واحد بس بي موجب الزكر ده هيكون أصلع إنما علشان صفة الصلع تظهر في النساء لازم موجود جينين اتنين مع بعض بي موجب وبالتالي لما يكون فيه زكر تركيب الجيني بي موجب وبين موجب يبقى كده الزكر ده أصلع بسبب وجود الجينين السائدين اللي بيعبروا عن صفة الصلع ولو فيه زكر تركيبه الجين بيموجب وبين بس يعني كده هجين برضو الزكر ده هيكون نصاب بالصلع الوراسي بسبب وجود جين سائد واحد مع هرمونات الزكورة إنما لو فيه زكر تركيبه بي وبي بس الزكر ده هيكون شعره عادي بسبب غياب الجين المسؤول عن الصلع الوراسي ولكن بالنسبة للأنثة لو الأنثة تركيبها الجيني بيموجب وبيموجب بشكل نقي فبعد كده أنثة مصابة بتساقط شعر الوراس بسبب وجود الجينين مع بعض بيموجب إنما لو أنثة تركيبها الجيني بيموجب وبين بس فالأنثة ده هيكون شعرها عادي بالرغم من إن فيه جين سائد ولكن الجين ده مش هيقدر أنه يعبر عن نفسه بسبب غياب هرمونات الزكورة في الأنثة ولو فيه أنثة تركيبها بي بس بشكل نقي يعني بي وبي شعرها طبعا هيكون عادي فدلوقتي لو حصل تزاوج ما بين رجل أصلع من أمرأة مش بتعاني من تساقط الشعر واللي اتنين تركيبهم الجيني هاجين يعني الراجل يبقى بيموجب وبين بس يعني كده هيكون أصلع هاجي وأنثة تركيبها بيموجب بي بس كده برضو هتكون شعرها عادي بس برضو هاجين الجينات اللي هناخدها من الزكرة هتكون بيموجب مرة وبين مرة والأنثة كذلك هناخد بيموجب مرة وبين مرة بعد كده الترز الجينية للأبناء اللي هتطلع أول فرد هيكون تركيبه الجيني بيموجب وبيموجب وكده وكده لو زكرة هيكون أصلع برضو ولو أنثة هيتساقط شعرها والتركيب الجينات التاني هيكون بيموجب وبين بس وفي الحالة دي لو هو زكرة هيكون أصلع إنما لو هي أنثة شعرها هيكون عادي وفهمنا طبعا أن الزكرة هيكون أصلع بسبب وجود جين واحد سائد مع هيرمونات الزكورة إنما الأنثة هيكون شعرها عادي بسبب وجود جين واحد بس سائد الجين ده مش هيعبر عن نفسه بسبب غياب هرمونات الزكورة. تالت فرض معانا هيكون بي موجب و بي بس. والفرض ده لو ذكر هيكون اصلع. انما لو انسى هيكون شعرها عادي. واخر فرض معانا هيكون بي و بي. وفي الحالتين هيكون شعره عادي. فدلوقتي لو عايزين نقارن ما بين الصفات المرتبطة بالجنس والصفات المتأثرة بالجنس. بالنسبة لمكان الجينات. الجينات في الصفات المرتبطة بالجنس بيكون مكانها على الكروموسومات الجنسية. انما الجينات في الصفات المتأثرة بالجنس بيكون مكانها على الكروموسومات الجسدية. الصفات المرتبطة بالجنس مش بتتأثر بالهرمونات الجنسية على عكس الصفات المتأثرة بالجنس من اسمها معروف ان هي بتتأثر بالهرمونات الجنسية. وفي حالة سيادة الجينات بالنسبة للصفات المرتبطة بالجنس بيسود أحد الجنين على الثاني يعني كده يعتبر سيادة تم إنما في حالة الصفات المتأثرة بالجنس لو كان فيه جين سائد واحد بس الجين ده بيتأثر بهلمونات الزكورة ومش بيقدر إنه يعبر عن نفسه في الأنسة بسبب غياب هلمونات الزكورة وما بيعبرش عن نفسه في الأنسة خالص إلا لما الجنين يكونوا موجودين مع بعض في الصفات المرتبطة بالجنس الفرد الهاجين بيكون دايما إناس إنما في الصفات المتأثرة بالجنس الفرد الهاجين ممكن يكون إناس وممكن يكون زكور وطبعا من أمثلة الصفات المرتبطة بالجنس أخذنا في حشرة الدروسوفيل لصفة لون العيون وفي الانساء كان معانا عمل ألوان والهيموفيلية لأنه هو سيولة الدم وكسر النظر وضمور العضلات إنما من أمثلة الصفات المتأثرة بالجنس كان معانا صفة الصلع الوراسي في الإنسان وصفة القرون في بعض أنواع الماشية نجي بعد كده للصفات المحددة بالجنس ودي صفات بيقتصر وجودها على نوع واحد بس من الجنس يعني يتكون موجودة في الزكور أو تكون موجودة في الإناز وهنا أمثلة الصفات دي عندنا صفة إنتاج الحليب وطبعا إحنا عارفين أن إنتاج الحليب دي صفة بيقتصر وجودها على الإناز فقط وده طبعا بسبب أن الإناز بيكون عندها هرمونات جنسية معينة بتساعد الجين في التعبير عن تأثيره زي مثلا في الأبقاء وبرضو كمان من أمثلة الصفات المحددة بالجنس صفة وضع البيض اللي بتكون برضو مقتصرة على الإناز بس زي مثلا في الطيور ومن أمثلة الصفات المحددة بالجنس في الزكور عندنا صفة اللحية اللي بتكون موجودة في الزكور بس مش موجودة في الإناز وده من الصفات الجنسية السنوية اللي بتكون في زكور الإنسان نجي بعد كده للفحوصات الطبية قبل الجواز وده عبارة عن مجموعة من فحوصات بيعملها الأشخاص اللي لسه مقبولين على الزواج والغرض منها هو أننا بنتأكد أن مفيش أي أمراض معدية زي مثلا مرض فيروس C اللي هو مرض الالتهاب الكابدي الفيروسي أو مرض الـ AIDS اللي هو نقص المناعة المكتسب وده مرض خطير جدا ومعضي اللي بيحصل فيه هو أن الإنسان اللي عنده المرض ده بيفقد منعته وبالتالي لو جاله أي دور برد ممكن يسبب وفاته وبرضو الغرض من الفحوصات الطبية هو أننا بنتأكد أن مفيش أي أمراض دراسية زي مثلا مرض أنيميا البحر المتوسط والمرض ده بيسبب نعص الهيموجلوبين وقلت عدد قرات الدم الحمراء في الجسم وبالتالي بيحصل أنيميا وشعور بالتعب والإرهاق وأهمية الفحوصات الطبية قبل الجواز بتتلخص في ثلاث حاجات أول حاجة إنجاب أطفال صحتهم كويسة تاني حاجة بتمنع من انتشار الأمراض الورصية والتشوهات الخلقية والتأخر العقلي وآخر حاجة بتتجنب الأعباء المادية والنفسية والاجتماعية بسبب رعاية الأبناء المصابين بالأمراض الورصية ترجمة نانسي قبل الجواز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر